اتفقنا مع بعض دكاترة اني لكتشر تو احنا نتكلم عن السابورت ان يومن الله ينور عليك وخلصنا خلاص مع بعض السابورت ان بلانت شاطر وقلنا السابورت ان بلانت قلنا ان فيه في السلوليشكا سابورت وستركشور سابورت والاثنين عند حضرتك كانوا موجودين كسابورت ان بلانت ودي من دي المشهورة جدا وقلنا زي ما اتفقنا في فيسيكال قلنا فيسيولوجيكال وبي بي بي يعني مية وكانت اللعبة كلها لعبة المية بالاوزموزز والفاكيول اللي كانت دايما عطشونا وقلنا انه يعتبر في مية يبقى فيه فيسيولوجيكال سابورت مفيش مية مفيش فيسيولوجيكال واتفقنا اخيرا كانت في القصة ان هو ان الضغط كله او بيسمع في كل حتة في الخليل اما السابورت فقلنا كيميكال وقلنا الكيميكال دي ككلمة مهمة جدا ان انت بتكلم على الله ينور عليك طبعا ما شاء الله انت انفروض طالع خلاص بص حافظ صامم فاهن عند حضرتك وطبعا كان منا كلامنا اني وظهرت اربع كلمات سيليلوز وغنيناهم سيليلوز سوبرين كيوتين لجنين سمعني كده سريعا سيليلوز سوبرين كيوتين لجنين الله يفتح عليك وكان منا كلامنا مع بعض كمان يا دكترة ان احنا اتفقنا اني كان فيه انواع من الخلايا ظهرت بسبب ان السيليلوز كان بيرميبل والسوبرين والليجنين وكيوتين كانوا ام بيرميبل ظهرت بارينكايمة ظهرت كولينكايمة ظهرت السكالرينكايمة وعليهم كمان لعبنا لعبة مهمة قوي وهي زي فكرة الكوركلاير بتاعت السوبرين وكمان اللي متغطي بالكيوتين واتفقنا بارينكايمة بالبي في بس وقلنا اس ستراكشرال اس سكالرينكايمة الله ينور عليك واتفقنا دي كانت سيليلوز ولجنين فقط وكانت اقوى حاجة سترونج ستراكشرال ولزي برضو بالاس وكان قوي جدا بس الله ينور عليك الاس بتاعت السوبرين الكورك لاير وفيه بقى اللي كان مسك العسام للنص واحلى تحية للي باخده يدي بشكل ودي كانت كولينكايمة سي سي كورنر ايوه سيليلوز زي ما اتفقنا مع بعض وكمان اللي كانت بتغطي بالكيوتين اللي متغطي من جنب واحد فكرة بتحافظ على المية ودي السطح بتاع او القشرة بتاعت الخلايا يلا بينا نبتدر رحلتنا يلا بينا ونخش في السابورت ان هيومن طبعا ايه بقى يعني ايه السابورت ان هيومن مش فاهم ايه بقى عرفك سابورت ان هيومن كلمة واضحة مهمة سكيليتال سيستم الله يفتح عليك ايه كلمة السكيليتال سيستم دي اده كاترة سكيليتال سيستم يعني يعتبر الجهاز العظمي الجهاز الايه العظمي وهنا تبتدي رحلتنا وخلي بالك اهو ذا سكيليتال سيستم ايما دا يا مستر هو السابورت سيستم هو دا يعتبر السابورت في الانسان عند حرك شايفة اهو طبعا احنا حاططلك بقى يعني اعتبر التميمة بتاعت الحصة النهاردة اللي هنقعد نلعب عليه طيب لما تيجي تقولي سكيليتال سيستم اي سيستم بيكون ايه طبعا انا عارف من ايام قولة سانة وما تتخدش بالراحة انت عارف المعلومات دي انا عندي حاجة اسمها اورجان تيشو سيل شاطر برافو طب يعني سيستم يعني بكا ومن اورجان اعضاء ايه بقى الاعضاء اللي لازم اتعرف عليها في السيستم دا يا دا كاترة تعال اعرفك قالي انا عندي خمس حاجات ايه هم واحد سكيليتون ايه دا يا مستر مش فاهم حاجة هو فيه فرق بين كلمة سكيليتال سيستم وسكيليتون ايه طبعا اسكيليتون هو العظم بس هو العظم فقط زي كده لما هنجيب الوقت حمادة بتاعنا اللي هنتكلم عنه حمادة اه هتشوف حمادة دا مين دا دا التنميمة بتاعتنا كده ان احنا بنتكلم على عظم فقط انه لما اجيب بص على هنا الصورة دي انا بتكلم على عظم العظم دا بقى السؤال هنا ايه اللي مخليه مسك في بعضه ايه اللي مخليه ظهر تحت انوان حاجة اسمها سيستم هيدي فكرة فسكيليتون غير سكيليتال سيستم سكيليتون هو العظم نفسه او بالاخص ميتين وستة عظمة زي ما نتكلم عليهم ايه دا او احنا عدناهم اه او احنا عدناهم عدنا العظم هنعرف بعد كده فسكيليتون انت بتتكلم في العظم لكن سكيليتال سيستم انت بتكلم في العظم ومرفقاته يا باشا العظم دا مثلا 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 في حاجة اسمها غضريف غضريف كارتريج يا باشا مش انت قابت لما بتقعد تماصمس بماصمس قابت ماصمس يا ابني من المصمس في الفراخ وانت بتماصمس العظم بتاع الفراخ مش فيه قرقوشة ايه صح ولون ابيض اه هنعرفها بعدين الحصة الجاي واللي بعدها ما هالقرقوشة دي بقى دفترة هي ديك اسمها كارتليج غضريف لينة طريقة عشان تمنع التاكل والاحتكاك بتاع العظم يبقى الفكرة في كده فتظهر حاجة اسمها كارتليج ايه كارتليج عبارة عن غضريف دي موجودة مع العظم بس مش هي العظم هي موجودة في الجهاز اسم جهاز العظم يبقى انا خلي بالي يبقى راجل فاهم فاهم وحافظ كمان وشطورة يبقى السكيلتال سيستيم خلي بالك اتبنى اول حاجة من ايه الله انه ورعك سكيلتون شوية عظم بس العظم ده في قوفة ملوش لازمة اربط العظم بقى ازاي بالحاجات الجاية اللي هي مين واحد كارتليج الغضريف عند حضرتك طب الغضريف دي عند ساعاتك بتتحط فين قال لي في حاجة اسمها جوينس جوينس يعني مفصل مفصل دي مسئولة عن الحركة اماكن اتصال العظم في بعضه فيظهر حاجة اسمها جوينس مفاصل يبقى هيا دي الفكرة شايفي يبقى القصة بتكمل يبقى انا عندي شوية عظم وبينهم غضريف وموجودة فين الغضريف في اماكن اسمها المفاصل عشان تمنع الاحتكالك وتساعد على الحركة طيب العظم ده اللي مخليه مسك في بعضه فتزعك اسمها الليجامنت اربطة وهنفهم زي الرباط الصليبي بتاع لعيبة الكورة اللي هنتكلم عنه لسه كل ده نظر قداما بس بفهمك المعلومة يعني يفرق بين سكيلتون و سكيلتال سيستم طب والسؤال بقى هنا هو العظم ده بيتحرك ازاي بحاجة اسمها تندون اوطار وطر هي دي الفكرة يبقى خلي بالك شوية العظم العظم اللي موجود قدامك ده اسمه سكيلتون لكن حط مع العظم غضريف مفاصل اربطة اوطار ايه ده ده انا بقى عندي سيستم كامل مترابط مع بعضه قوي صلب اسمه السكيلتال سيستم لكن العظم الواحده لا لازم العظم ده يكون عند حضرتك ليه مشتملات عشان كده خلي بالك بنقول حتة هنا مهمة اوي ايه يا دكترة اني انا عندي السكيلتون هو العظم كل دول اسمهم ايه مكونات اخرى خبك من الحتة دي هي دي الفكرة مكونات اخرى ليه لان مش بس العظم هو اللي موجود العظم هو الاساس انا معاك بس مع العظم في 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 تندون يبقى انا كده يا دكتور مينا فهمت اه 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 فهمت تعال نرجع كده سريعا يبقى انا عندي حاجه اسمها السبورت اين الله يعنو لك مان والسبورت اين مان ده هو مين سكيلتل سيستم حلو والسكيلتال سيستم ايه هو السكيلتون لا متوقق عليش يا دكترة انا راجل فهم هو السكيلتون ده جزء من السكيلتال سيستم صح كده ان السكيلت الم Relійсь conn from the視点 which is killed in the system عبالي عن شوية عضم اضبطين مربوطين ببعض في حاجه اسمها جوينس مفاصل بينهم حاجه اسمها card ridgeηarl haspflicht副 والعظم ماسك في بعضه من خلال حاجة اسمه اربطة شاطر والعظم ده بتحرك ازاي ماسك في العضرب من خلال ايه تندونس حلوة اوي جمع كل الحاجات دي مع بعض تزهر مين يزهر عند حضرتك ايه ده 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 الاسكيليتال سيستم ايه ده يا مستر ده هايف ايوة يا باشا ما هو ده السيستم اللي بنحكي عنه بص كده الجمال والحلوة دي عند حضرتك هي دي الفكرة احنا ناس بتوقع علم بيولوجي ما تودناش في ده هي بص كده عندك اهو تخيل لو هايفة دي كانت شوية عظم بس شوية غضريف شوية اربطة مفاصل كل ده وان شاء الله على مفاصل يعني وركز عشان مفاصل ايه ما تفكش منك فالفكرة في كده كل ده عند حضرتك جمعه يزهر السيستم اللي مسئول عن القوة والسبات عند حضرتك ازبت يلا رجال يلا في الصورة ازبت بصيلي انا هنا يبقى ايه دي الفكرة عند حضرتك يبقى القصة زي ما اتفقنا بسيطة جدا وسهلة جدا 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 يبقى احنا بنتكلم على سيستم اسمه السيستم اللي فيه شوية سكيلتون العظم بتاعنا اللي هنجمعه بالجوينس والليجيمينس والتندونس واخيرا عند حضرتك الكارتلج طبعا خلي بالك جمع كل دول يزهر السيستم بتاعنا طيب ككلام بقى مهم عند حضرتك وخلي بالك منه طب انا دلوقتي فهمت ان هم دي الورجنس بتاعتي طب ككلام بنكة معرفة وخلي باله منه البعدين وهيزهر وهنحله في الهوم ركب عبعه بيقولك ايه طب الورجنس ما كده اتشو اسمه ايه قالك اتشو خلي بالك اسمه عشان تقوعة انسان اتشو بتاع هايفة اسمه ايه ركز اسكليتال كونكتف تيشو اسكليتال يعني هيكلي كونكتف يعني مطرابط طبعا تخيل انت كل ده عند حضرتك مطرابط ببعضه طبعا الخلايا والانسجة مطرابطة ببعض متصلة ببعض هادي الفكرة وده اللي بيخليه اصلا سببور شايفها يا ابني جامدة ازاي هتقول لي جامدة اه ما هي ابني جامدة هي فيه جامدة يعني كوة صببور مش جامدة اللي في دماغ الله يكرمك فالفكرة بكده ان هي جامدة من خلال عند حضرتك السكليتال ايه كونكتف تيشو بقى خلي بالك يبقى التيشو بتاعنا اسمه كونكتف تيشو او السكليتال كونكتف تيشو وده نسيج هيكلي ضام وجامد اوي 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 طبعا منوشكل الاستاذة هايفا على المحاضرة الجميلة دي عند حضرتك ونكمل كلامنا تعال بقى رحلتنا هتبتدي النهاردة في الحصة بتاعت النهاردة والحصة الجاية كمان هنتكلم عن ايه السكليتون يا مستر اكيد عايزين نفهم اكتر المتين وستة عظمة بتاعنا طيب القصة بتديت كلقاتي ان انا في السكليتون بتاعي انا بتكلم اوف ايه اوف مان هتقول لي هي تفري اه اقول لك تفري مان دي يعني مش قصلي راجل وست مان دي يعني اضل هتقول لي نعم الانسان ده معناه ايه ده وعهدت العظم يا دكتور مينا يفرق اقول لك اه يفرق ان الهيكل العظمي بيتمثل في ميتين وستة وهنعدهم دي مواما جدا عظمة ولازم تبقى عارف عددهم واماكينهم وشكلهم هتقول لي ايه ده ميتين وستة ما تقلعش اهبل ملهابل اهبل ملهابل بس الميتين وستة عظمة دول عندك انت محدد ان هما فين في الاضلت ايه ده هم عددهم بيختلف في الاطفال نيو بور اه وهتفهم قدام فانا عندي بقى السؤال اختلف ليه الميتين وستة عن اللي في الاضلت عن الاطفال ثانيا هل الميتين وستة عظمة كلهم زي بعض يعني هل انت شايف الميتين وستة لما جمعتهم كلهم يدينك نفس الشكل نفس القوة نفس الحجم لا طبعا ده في الفلات فيه اللونج فيه الراون فيه الشورد ده قصص يا مستو يعني كل جهون خيباك بقى من الحتة دي لها شكل وحجم شكل وحجم ليه بقى عشان يناسب الوظيفة خيباك من الحتة دي يناسب الايه الوظيفة يعني الايد لها شكل الرجل ليها شكل الجنجمة ليها شكل كل حاجة وليها ايه شكل هيد الفكرة والشكل ده ليه دكترة عشان يناسب الوظيفة اللي يقدر يقدمها طب يبقى احنا كده فهمنا مبدئين المتين وستة شكلهم مختلف احجمهم مختلفة عشان اماكنهم مختلفة وعشان يناسب الايه الوظيفة طب السؤال بقى هنا ايه قصة يا مستر كلمة ادلت هقولك سؤال بسيط لو انت جاي عندك ورايح زيارة لمولود جديد طفل جديد او طفل لسه عنده مش هقولك ايام شهور هل تقدر تمسكه كده وتشيله اي شي له وخلاص ولا تلاقي اقولك ابو ام اقولك ايه خلي بالك يا ابني ده كتفه ممكن يتخلع ده عظمه ايوه طري لين صح جمجمته نفسها تحس ان ايه غريبة كبيرة كده اكبر من جسمه ولو حمشيت ايدك عليها ضعيفة يعني ماينفعش انت تيجي تمسك مولود وتروح جاي ترخرخ والرخرخة دي مصيبة ده ممكن يجيله يموت ويقولك غلط حتى طفلي يقع مولود مثلا يقع من على السريق ده مصيبة ممكن يروح فيها يا شلل يموت هيدي الفكرة ليه بقاه لان العظم لسه ملحمش في بعضه لسه مفكوك عشان كده هيدي اللقض انا وانت العظم بتاعنا 200 و 6 خلي باك عشان دي بنك معارفة انا وانت العظم بتاعنا ايه 200 و 6 المتين و 6 دي ده بعد ما العظم لحم في بعضه ومسك في بعضه لكن قبل ما قدلت او قبل البلوغ او المتولات انا كنت تقريبا 350 عظم يا نهرش ودي من 200 و 6 350 اه ليه العظم لسه مفكك لسه ملحمش يعني ايه قديك تخيل تعالوا نتعرف بقى على حمادة ادي حمادة اهو قل لهم ازاك حمادة اهو بص اهو بيحييك اهو حمادة ده طبعا اهو احنا كان نفسنا نجيبه كبير بس يعني المصاريف تقريبا ايه يعني 100 سنو مين حبات توفر تقريبا لا احنا صرفين خلي بالك هو هيكبر في الزوم كبره كده يا عبدالدامي عشان يحسه بزوم صرف اهو شوف اهو اهو شوف اهو كبر ولا مكبرش في الشاشة كبر يبقى زال فل طيب تعال انا تخيل كده المنظر اللي انا ايه هقولك عليه بص تخيل ده طفل تخيل ده ايه ده طفل عند حضرتك بص اهو من امر شبهك وروح تانا جاي عندك وعمال ايه اراخرخ في كده ربنا يستر بس اي واحد شايف المنظر ماسك في بعضه ولا لأ ماسك ماسك اهو اهو يا باش صرفين طب وليه ما تفكش يا مستر عشان العظم ده ملحم مرتبط بقوة بعض طب تخيل انا بقى لو كان لسه معي البيبي ابو 350 ده وعملت كده يا نهاري سويد هيتفك هيتفك تمتخيل المنظر فهو ده لا انا عايز وصلهو لك ان القصة هنا بتقول ايه اوقع تنسي انا موجود في الصورة صح اوقع تنسي ان الفكرة في كده ان الحمدة بتاعنا ده المتين وستة دي العدد بتاع العظم قلة عشان فيه عظم يمسك في بعضه لحهم في بعضه بقى حاجة واحدة بص اهو لما تديره على قفاه مفيش قوي متماسك ان العظم بقى مرتبط بعضه ما تلاقش احنا صرفين هجيبين جس حقيقة بتاع البنت او الرهالة في الفكرة في كده ماسك في بعضه حاجة واحدة كتلة واحدة لكن في الاول لما تولدنا ما كانتش لسه كتلة كان ضعيف جدا لسه العظم لين بيبقى العظم مليان بالغضريف ولسه اقل لك جملة الغضريف دي لينة طورية لسه ما تحولتش العظم لسه الكالسيوم مزاتش لسه ما تصلبش الجسم ايه بتاعه هاي دي الفكرة بتاعتنا تهي دي الكصة بتاعت عم حمادة اللي احنا هنبتدي ايه نشرح فيها واحدة واحدة عندي طيب نكمل كلامنا يبقى القصة اللي انا فهمتاها عندك ان احنا مستر سريعا للحكاية support in human ده عنواننا وفي support in human هنكمل عن system اسمه 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 صح كده اسمه 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 اتفقنا الاسكليتون هم شوية عضم العضم ده عند حرك 206 بس in man in adult شكل يختلف حسب المكان ولكن انا متولدتش ب206 انا متولدت ب350 او فيما فوق 300 سي اقصى حاجة 350 هتلاقي المراجع بتختلف فوق 300 عند حرك ليه الفرق الكبير بين 206 و 350 الفرق ان لسه كان العضم مفصول لسه طاري لسه لين لسه مليان بالغضاريف لسه منشفش عندي طبعا النهار ده انا وانت هنتكلم عن ايه او هنبتدي رحلتنا في المتين وستة في الايه في الادلت اه بص ادلت يا باش كبير للكبير الكبير للكبير دي كم عضمة ركز اوعى تتهز 206 206 دي 206 الفجرة دي 206 عادي امسك نفسك تمالك بلصي ريال لايك رمك بايو تعالا بقى نعمل ايه تعالا ناخد 206 عضمة اللي في الاستاذة هايفة تعالا نعمل ايه في هايفة هناخدها مالط نعم مستر مالط طبعا نتفرح لا يلا مالط بايولوجي هنفك هايفة بس من معنى لبيولوجي قالا نعمل ايه في هايفة مالط اهي ايه ده ايه القصة وحكايتنا بقى بس باسي قصتنا كلقاتي تعال نبتديها واحدة واحدة احنا الحصة بتاعتنا مقسومة عنوانين النهاردة عنوان والحصة الجاية عنوان النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الاجزيل سكيليتون ايه الاجزيل سكيليتون المحور الهيكل المحوري والهيكل المحوري هو العظم اللي في النص يعني انا لو خدتك كده خط بالنص عندي خط وهمي في النص قولي الحاجات اللي موجودة في النص مستر راس صح كده صدر الله ينوعيك وركز صدر ادي اتنين يعني فيه سكال وثراس الكيج ولو جيت بقى من وره هتقولي من وره او من وره يا لأ فيه حاجة اسمها الفرتبرال كولوم الله ينور عليك يبقى الاجزيل سكيليتون خلي بالك عشان ده حصة النهاردة هم تلت حاجات اللي هم واحد سكال اتنين سوراس الكيج ثلاثة فرتبرال كولوم دول بيتمثلوا كعدد عظم وهنتكلم عنه في اخر الحصة هنجمع العظم بتاعنا حلوة او هنحل عليهم تمانين عظم دول تمانين عظم اللي هم بيشملوا الجمجومة بالقفص الصدري بمين بالعمود الفقري يبقى انا هاشرح على هايفة ايه راس سدر انا عارفة كده خلبوس بتحب الحاجات دي والعمود الفقري عند حضرتك هي دي الفكرة يبقى راس و سدر و عمود فقري دول حاجات فين؟ في النص وهنشوف الواد حمادة هنتكلم عليه دول في النص حلو ولكن في حاجات على الاطراف فيظهر حاجة اسمها أبنديكيلر هيظهر حاجة اسمها ايه؟ أبنديكيلر طرفي طرفي يعني على الاطراف لكن اجزل محوري طبعا هي دي الكلمات الموجودة في الكتاب العربي ولازم العربي مهم جدا بورقة امتحانك لازم تتعلم تقرأ ورقة عربة تقول لي اقرأ ده انت ممكن العربي يحل السؤال في امتحان سنوية عامة اه واسأل مضرب زبايل لك كلهم كانوا عندي قبل كده ده طبيعي فانا عايزك ده من تبقى فاهم المعنى حتى تبقى فاهم المعنى فاجزل يعني محوري يعني في النص سكال ثلاث الكيج سوري الميتين وستة عظمى خدسوا لا دول ثمانين اما الفين الباقي فين المية ستة وعشرين الباقية الله ينور عليك ابنديكلر طرفي يعني ايه طرفي يعني انا عندي اطراف علوية اللي هما الادين الازرع طب والاطراف دي ماسكة في ايه في حاجة اسمها بيكترال جيردنز اللي هو الشولدرز في حاجة اسمها الكتف مش انت دراع ده ماسك في كتف والدراع ده ماسك في كتف طب ما دي وعندي كتف يمين وكتف شمال طب ما دول طرفين اوه يمين وشمال يبقى عندي حاجة اسمها بوص بقى اهو فور او او ابرلمب اللي هو طرف علوي او امامي امامي ده لو انت حضرتك كده اللي بتفرج عليها كلب او قطة فانت لما تلاقي اللي افوق ده يقلب ايه كلب او قطة زي كده مين اهو حمادة بص كده معايا اهو قلبنا كلب او قطة بص بقى اه بص حدس ولا حرف علوي سبحان الله اهو تخيال ده لو كلب او قطة دلوقتي اهو كان ايه اهو قول لهم ازاك الحماد اهو بص ده طرف ايه علوي الله ينورك اهو علوي فوق طب لو هو بقى كلب و قطة بقى طرف ايه امامي اهو بص امامي لان فيه وراء و فيه قدام مفيش فوق و تحت ده عامل كلب او قطة اهو بالمنظر ده شايف المنظر يعني احنا هنهينه النهاردة يبقى الفكرة في كده اهو يبقى انا عندي عند حضرتك عندي فيه طرف علوي او طرف امامي طب اللي مسكهم الله ينور عليك حزام الكتف او الكتف طب ما فيه تحت برضو يا مستل زي ما فيه فوق فيه تحت و فيه قدام فيه وراء الله ينور عليك ويفتح عليك فيه هايند او لور لمس هايند يعني خلفي يعني طرف خلفي او طرف صفلي طب و ده مسك في ايه في الحوض في الحوض او في الحوض عند حضرتك اهو بلذك جردل دول كم عظمة بقى يا باشا مية ستة وعشرين ودول اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله حصة جاية يبقى القصة كده يبقى تعالى ندرس تاني الحكاية من اول وجديد تعالى بقى المرة ده على مين على عمك عصام او حماد اهو اللي مبادل معنا النهاردة بس نحط على الخزوق بس ثانية عشان نعرف نشرح عليه صح اهو يا باشا يبقى بصلي كده على الباشا ده انا دلوقتي دول ميتين وستة ميتين وستة لانه ادلت الله يفتح عليه دي مش 350 انت بتكلم في الحالة العامة الوضعية السابتة بعد ما كل حاجة تربطت ببعض حلو مين في النص سكال سوراسي كيج وبص بقى الحت اهو بص الحركة دي ايه الحلوة دي بذرتبرال كولوم الله يفتح عليك يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهو هيد الله ينور عليك سوراسي كيج واخيرا في النص اهو كل دي حاجات موجودة فين في النص طب هد بقى يمينه وشماله يمينه وشماله دي فين يا دكتور اهو الاطراف يا باشا ادي الاطراف اهيه دي الاطراف بتاعته اللي انا بحكي لك فيها اهيه اهو بيتحرك اهو عبر اصلك اهو عند حضرتك ادي الاطراف بتاعته ده اسمها ابنديكولر نفس الكلام اين اهو بص اهو السعادة المطلقة اهو ادي ده ايه ابنديكولر بس انا عندي في طرف علوي او او فور امامي وفي طرف صفلي او هايند خلفي طب ايه اللي حاجات دي يمسكة في بعض ازاي الابر ماسك من خلال ايه الشولدرز الله يفتح عليك واللور انزل كده تحت عالكاميرا تحت 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 اهو يا سافر ركز ده الحود اهو ده الحود البلوك جردل تفهمت يا ده كاترة طب تعال بقى نكمل اكتر ونشوف لنا ايه فيديو عن الحكاية دي وزي ما وضحت لك القصة سهلة وبسيطة جدا انا عايز اكتفهم حلو قوي وادفع ما يمكن ده عند ساعة وزي ما اتفقنا احنا معانا 200 واتين وايه وستة النهاردة هنتكلم عن التمانين الاولى عندي اللي هما في النص طيب في فيديو كده انا يعملهولك او مش انا هنعملهولك بالبلادي هو اريد احنا واغذينه من النت ولكن هيفاهمنا اكتر الدنيا اللي احنا بندرسها احنا نتكلم عن طبعا اهو هو بيشرح لك القصة اللي احنا قلناها سريعا كده عشان ما ننساهاش وبرضو عند حركة هنتكلم عن قصص تانية كتير وهو رلق عظم ادي اهو شال كل حاجة واساب السكيلتون المتين وستة عظمة بتاعتي اللي مفروض بقى هنروبوتهم بعض في طب المتين وستة التدوس ازاي فيه الثمانين اللي هي الاجزل اول حاجة الفرتبرا الكل ما هو وقادي عليها السكال زي ما انتشايف هون من فوق كل ده في النص وقادي الثرس كيتش كل ده فين في النص دول كام تمانين عظم بقى يمين وشمال الابر لمس او المسكين ببعض بالشولدرز ومن تحت المسكين ببعض البلوث او البلوك جردل او بلوك بون عادي تفهمت؟ حلو او طيب قبل ما نخش الاجزة لسكيلتون ونحكي عتا منو عظمة انا عايزة فيهمك كام حاجة عايزة تبقى وانت مذاكر صوتي بيرن في ودنك فالعظم اللي احنا نحكيه زي ما انت قلتلي ايه بيختلف في الـ shape والـ size الله يفتح عليك وده اختلف shape و size حسب مكانه فانا عايزة اعرف ازاي يوصف مكانه في الـ anatom اللي احنا بنشرحه باسمه علم التشريح ان شاء الله كده اما ربنا يكرمك ويبعك جوثة حقيقية وتخش بقى طب عندك فالريدي عند حضرتك هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده بعدين تشكرني فيه ان شاء الله ان انا عندي العظمة ده موجودة فيهم في الجسم يعني موجودة قدام ولا وراء طب في النص ولا يمين ولا شمال طب هي تحت ولا فوق فانا هبتدي معاك الدنيا واحدة واحدة ده الف به كده علم التشريح ده الانسان فعلا وهم مشرحين او مقسمين ابعاده فتعالي نبتدي افهمك حاجة اول خط مهم جدا الخط اللي انا برسمه ده الخط ده اسمه ايه دكترة اسمه المدلين خط النص او خط المنتصف ده بنسميه المدلين اللي بيقسم جسم الانسان لنصين نصين مين ونص شمال طيب اي حاجة هنلاقيها قريبة من النص شايف او في نص الجسم بنقول عليها مديل يعني لو العظمة دي في نص الجسم يبقى ده اسمه مديل خلي باك بالحطة دي اوي لان الكلام ده كله هيطلع قدامي فانا ده اسمه مديل 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 يعني انا بحكي على حاجة في نص خلي باك بالحطة دي ده اسمه مديل يعني انا قريب اوي من خط النص اللي في الجسم اي حط حاجة في الاكسات دي يبقى انا كده مديل ليه عشان الاربطة والعظمة اللي هنتكلم عنها قدام ده اسمه كله مديل طيب طب لو انا بعيد بعيد يعني ايه يعني انا هنا او هنا بص بقى الحطة دي ركز يوي بص انا فين تاني انا هنا او هنا في الحطة دي او الحطة دي ده مش خط النص بقى ده بعيد كل البعد عن النص فده بنقول عليه ايه لاترال لاترال يعني جانبي على جنب من الجنبين لكن اللي في المديل مفيش حاجة اسمه منه ده في النص ولا يمين ولا شمال ده اسمه مديل فمديل في النص الام في النص مديل لكن لاترال على الجنبين الله يفتح عليك فده كده اسمه لاترال يبقى خلي بالك لاترال جانبي لاترال جانبي يبقى دي نقطة كده ايه مهمة يبقى خلي بالك ان انا هنا بحكي في ايه انا هنا بحكي في شكلين عكس بعض لو العضمة في النص اسمع صوتك هتقول ايه مديل ولو العضلة والعضمة على جنب من الجنبين يبقى دي ايه لاترال صح عشان الاربطة يبقى احنا لما نيجي نتكلم في النص مديل في الجنب لاترال حلو طب النقطة بقى التانية قدام وورا قدام وورا يعني ايه بص كده في الصورة دي هناخد الجنب ده بقى في جزء امامي قدام وفي جزء خلفي وورا صح اه 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 هنا قدام وهنا وورا طب قدام انتيريور انتيريور قدام انتيريور قدام انتيريور قدام وورا ده لما انا بقارن بين حكتين مختلفين عن بعض واحد سابق التاني يعني انا لما اجا اقولك مثلا ودنه ومراخيره مين هيبقى قدام اهو انا بص اصلا الودن ولا المراخير اكيد المراخير قدام والودن ايه وورا شايف يبقى بقارن بين حكتين قدام وورا فخلي بالك انتيريور قدام بوستيريور وورا يبقى انا هكتبها مهمة اهو انتيريور قدام بوستيريور وورا وده لما انا بكلم على عظمتين او حكتين وورا بعض واحد سابق التاني ففي واحد قدام في واحد وورا يبقى التاني لحد موصنه يبقى انا لما اجي احكي معاك تاني من الاول خط النص اي حاجة في النص اسمها ميديل اي حاجة في النص اسمها ميديل اي حاجة عالجناب اسمها برافو اي حاجة سابق التانية اي حاجة قدام انتيريور اي حاجة وورا طب نيجي النقطة اخيرة خدني هنا وهنا يابني استنى بس ده ايه بطن وضهر بطن وضهر ركز بعيدة دي قوي في البطن والضهر اي حاجة عند البطن اسمها فينترل اي حاجة عند البطن اسمها فينترل فينترل يعني باطني ناحية البطن ايه تجويف البطن الابدومن ده ده اسمه فينترل هتقولي طب يا مستر ايه الفرق بين كلمة انتيرير و فينترل انتير و بستيرير انت بقارن بين حاجتين واحدة ووراة واحدة زي كده ايه ايه دي اللي فيها الدبلة دي تبقى ايه انتيري طب وايه دي اللي مفاش الدبلة دي ايه بستيري خلص دي انتيرير بس لكن انا بقى ماليش دعوة العظمة دي فين بقى ناحية عند البطن والله في الظهر يا بتكلم على حاجتين مين قدام وينو زي كده اهو مراخيري وودني دي فين دي انتيريو دي فين دي بستيريو مش دعوة بقى مين بطن ومين ضهر لكن انا لما اجا اتكلم بقى على تجويف البطن تجويف البطن ده اسمه ايه فانترل طب والحتة الكيرفي الجميلة دي اسمها ايه ده ضهر الظهر ده اسمه ايه دورسل الظهر ده اسمه دورسل يبقى خلي بالك يبقى يبقى الظهر دورسل دي دي ضهر دورسل بطن ذنترل يبقى تانى من الاول كده الف بي انا عايزك راجل تبقى فهم العظم حلوة اوي وتفهى تفهى ايه يا دكتور تفهى تفهى واحدة واحدة كده تانى من الاول تانى انا خط النص اسمه ايه 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 حاجة عالجناب ايه حاجة قدام انتيريور ايه حاجة واره ايه حاجة عند البط ايه 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 حاجة عند ضهر دورسل دي دي ضهر دورسل عند حضرتك في حاجة تالتة اه في حاجة تالتة فوق وتحت بس دي مش موجودة عندك في الكصة دي كانت موجودة في تانية سنوي ان اللي فوق اسمه سوبيريور واللي تحت اسمه الله ينور عليك انفيريور فوق وتحت يعني انا هنا كده وهنا كده فوق سوبيريور تحت انفيريور فوق وتحت بس دي يعني مش واضح عليك او يعني مش هتظهر ظهور قوي اوي او اقولك ان هي مميزة جدا هتقول لها دكتور طب الحاجات دي انا مش تلاقيه في الملزان ما هيبني دي انتروداكشن يعني انا بفاهمك بس لكن هو ده مش الشرح انا بس بعلمك عشان تعرف تتعامل سهلة وتتعرف تبقى بسيطة معاك قوي واحدة يبقى تاني يبقى ركز من الاول بقى خالص انت الراجل بتفهم تعال كده ايه من الاول واحدة واحدة كده مع بعض اتفقنا اي حاجة في النص اسمها ميديال الله يفتح عليك يبقى ميديال في النص اي حاجة على الجناب اسمها لاترال جانبي حلو اي حاجة قدام انتيريور انتيريور من قدام اي حاجة وارة بوستيريور يعني وارة مش لازم مش لازم قدام وورا دول يعني البطن والدهر مش فارقة بوكن يبقى عظمتين هما الاتنين موجودين ناحية البطن عظمتين عند البطن بس في واحدة سبقة تاني زي كده ايه دي الاتنين دول فين عند بطني اهم ايه دي الاتنين عند بطن بس في واحدة ايه انتيريور واحدة بوستيريور فدي قصة تانية انتيريور بوستيريور يعني واحدة قدام واحدة وارة طب اتفقنا ضهر هيبقى ايه دورسل ضهر اتفقنا بطن فينترال بطن يبقى هما دول النقط اللي هموني قوي اتفهمت يا تكاترة يبقى تاني سريعا كده واحدة واحدة نعمل فلاشباك سريعا اتفقنا ان احنا مكلم على سكيلتون المتين وستة عظمة في القضل شوية العظم دول هنحكي على ميديال ولا لاترال هنحكي على انتيريور ولا بوستيريور هنحكي على دورسل ولا فنترال عندي تعالى بقى نكمل قصتنا ونبتدي كده عند حركة ونستفتح بمين باللسقل هنحكي على اللسقل طيب ايه بقى قصة اللسقل عند حضرتك كلمة سقل اصلا يعني كرانيوم لها اسم تاني او بوني بوكس كرانيوم او بوني بوكس تعالى بقى اعرفك على الجسة بتاعتنا بص الصار انا قلتلك احنا صار فين يا باشا انت مش مصدق بص دي جمجمة حقيقية حقيقية واللي في السنتر يشوفوها بس انت برضو ايه هتشوف اهي ادي جمجمة حقيقية بص او جمجمة حقيقية انا مش عايف كده انا بسخف ولا انت مبسوط يا ربنا يا بسطر هنعرف بقى في الكومنت هات فالمهم ايه ادي عند حضرتك كده يعتبر بسبب الا ادي جمجمة ايه دي جمجمة بتاعتنا دي سمع الكرانيوم او البوني بوكس لان ايه فعلا بص المنظر في التشريح ودي حقيقية فعلا الجمجمة عشان تتفتح شايف المنظر ده شينيور بتتقص بتتقص لان هي مقفولة صندوق عظمي وهو ده اللي انا عايز اوصلول لك فاكر التلتمية وخمسين عظمة بقى امتين وايه وستة ليه امتين وستة حاجة زيه هل الجمجمة دي كانت عظمة واحدة لا ده عظم كتير الجمجمة دي جمجمة دي اتنين وعشرين عظم بس بص كده المنظر تحس ان هما كانهم ايه هل هم اتنين وعشرين في دي؟ لا طبعا اقل من كده بكتير ليه بقى لان انت تحس ان هم ايه متلحمين الله يفتح عليك شايف متلحمين متماسكين هو ده اللي عايز اوصله لك فشايف احنا منطبق هول معلومات انا بحلو عد ما قدر ان انت تبقى الدنيا معك حلوة قوي ايه الفكرة في كده ففي تلاحم او ترابط زي ما انت شايف في القصة وده الشيء المميز فيها عش كده اتقال عليها ايه كرانيوم او اتقال عليها بوني بوكس صندوق عظمي هي دي الجمجومة عند حركوا خالبك من كلمة كرانيوم دي الكلمة اللاتينية عشان الحاجات دي طبعا يعني كلمة سكال دي سهلة لكن كرانيوم لما ممكن تيجي في المتحانة لغبطك فخلي بالك كويس ايه دي دي كلمة ايه كرانيوم عندي او البوني بوكس وفهمنا فكرة التلاحم هو كفكرة ان زيت تلتمائة وخمسين بقى امتين وستة لان خالبك الطفل ام بتولد تبقى الجمجومة دي كلها متمفصلة متمفصلة يعني مفكوكة يعني عند حضرتك يعتبر مفيش حاجة اسمها تلاحم بص المنظر دول حاجة واحدة تبص انا شفت خبطت فيها ازاي مفيش متلاحمة لكن هي في الاول كانت مفكوكة متمفصلة يعني بينهم فواصل عندي طيب لما اجي افهم بقى القصة عندها حضرتك ركز بقى معين في الحتة دي ايوه اصحى بقى السكال دي او الكرانيوم دي لما جينا نقسمها اسمناها الجزئين ايه دكتور مينة بص الكلمة انتيريور قدام يبقى في ايه بوستيريور ورا اه طب طب بص كده باشي الطريق اللي انت شايفة هنا ده كده ايه الله نور عليم وراء انتيريور من قدام اهو ده اسمه انتيريور ما قدام اهو طب وياده اللي انا مش شايفه ده اسمه بقى بوستيريور من ورا صح هنا مليش دعا بقى بطني ولا ظهري انا مالي دي انا بتكلم فوق فراسي فانا عندي اهو زي ما تشايفني كده ده ايه ده انتيريور وش ده انتيريور طب والقافة ده ايه بوستيريور هده القصة فهي تقسمت لنصين الله يفتح ليك تقسمت لنصين انتيريور امامي وخالفي بس استاني الانتيريور بص كده يا دكترة بص بص انتيريور ايه ده ايه ده فاشيال بارت يعني ايه الوجه الوجه اه طبعا الوجه يا دكتور بص كده هو ايه اللي موجود قدام انا شايف ايه شايف بص منظر ده مكان ايه الا انا في ده عينه ده ايه مراخيره ايه ده ايه ده ايه ده تعال كمل لك اهو ستونة ايه ده فاتكه جو اهو الفاتكه ده كل ده موجود اهو كل ده موجود اهو كل ده فين من قدام عند حضرت كل ده قدام اه يعتبر عضم الوجه زي ما تشايف كده الحتة دي الوش ملامح الوش وكلها مربوطة بيها يبقى هي الفكرة في كده زي ما تشايف ده كده ايه قدام يبقى خلي بالك من اللقطة دي كده عند حضرتك واحدة واحدة وتاتا تاتا ان احنا عند ساعات تا كي ما تقلاش انا نبقى عهمش احنا نحافظين عليهم نصرفين عليهم دول اني بص بقى في الفيديو اهو بص كده الانتيريور بص انا اواخد ايه بقى في منجوم جومة الانتيريور بارت جزء اللي ما هو مين فاشيال بارت جزء الايه الوجه الله نور عالي بص المنظر اهي ده العظم اللي قدام اللي هو ايه العظم اللي قدام علي الشامس فيسبون عظم الوجه اهو اللي انت دلوقتي الحمدل الواحد زيتامل حسني وكل واحمد سعد وكل ده فيها مرة واحدة بقى ايه بيغير من ملامحه بقى ايه عمال بياخد حقن عظم حقن عظم اه حقن عظم عظم هو دي الفكرة فيسبونز بيغير ملامحه فاول حاجة فيها فيسبونز عظم الوجه طب ايه تاني الفكين ولكن يعني المعلومة دي شوية فيها مشاكل لاني مفروض ان الفك السفلي ملوش ده عبو جوم جوم بس ماشي الفكين اللي انت شفتوهم اهمت طب ايه تاني اللي هو ايه اماكن اعضاء الحواس اه شلت عندك في حواس العين المراخير الودن هي دي كل ده فين هو موجود في الجمجومة ليه اماكن في الجمجومة فبيقول لك هو يبقى انا كده فهمت القصة يبقى القصة يا دكتورة ان الانتيريور بارت الجزء الامامي اسمه ايه كده فكرني ودلعني فاشيال بارت صح كده طب والفاشيال بارت ده في ايه في فيسبونز عشكت سمه بالاسم ده في تو جوز الفكين وفي الپوزيشن خلي بالك مفروض الشيء السينس اورجن وفي المكان اللي بيقعد في المراخير المكان اللي بيقعد في الودن المكان اللي بيقعد في العين عنده طب انا كده فهمت يبقى انا دلوقتي اللي سكال الانتيريور هو الفاشيال والانتيريور هو الفيسبونز التوجوز واخيرا عند حضرتك البوزيشن اوف ايه سينس اورجنس طب خلي بقىك من تريكة تاني ايه العظمة الوحيدة اللي قدام اللي بتتحرك طاق ايوه اوعى تنساها اللور جو الفك السوفلي بس هو اللي بتحرك دايما ما تنساش الحتة دي اوي كتريكة وفي النوتس برضو هتلايني بقول لك في الفيديو الاخير اللي مع الركاب يبقى اوعى تنساها ان يعتبر الجزء الوحيد المتحرك هو دايما يعتبر بالنسبالي اللي هو رجوه عندي طيب نكمل كلامنا طب انا فهمت كده الانتيريور ان هو في الفيسبونز في البوزيشن سينس اورجنز وفي الله يفتح عليك التوجوز طب البوستيريور ده فيه كلمة غريبة اوي يا دكتور قدام عينك ايه ده 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 فيه كلمة سريبرال بارت يعني سريبرال سريبرال جاي من كلمة سريبرال كورتكس المخ مخ ها المخ الجزء اللي ورا ده قاعد في المخ الجزء اللي ورا ده متقفل على المخ عامل صندوق مقفول داير ميدور على مين على المخ اهو تعال بص كده معي ادي الجزء اللي ورا اهو بص كده اهو ايه اللي انا شايفه في مكان المخ الجزء اللي ورا كله اهو يقعد في مين المخ عندي الله يفتح عليك اهو ده فيبقى خلي بالك يبقى من قدام انتيريور والانتيريور الفيشيال بونز الانتيريور عند حضرتك بالنسبالي هو الفيشيال بارس الوجه طب والبوستيريور اللي ورا هو السريبرل السريبرل اللي وقعد في مين المخ عند حضرتك ده التجويف او ده العظم اللي باني تجويف لمين للمخ عندي طيب كل الكلام ده جميل طب تعال بقى نفهم القصة ايه الحكاية ايه قصة البوستيريور قلي البوستيريور بارت الجزء الخلفي هو ايه السريبرل بارت ده المكان اللي هيقعد فيه المخ طب ايه المميز فيه اسمع بقى الحتة دي ايت سريتد بونز ايت سريتد بونز وعايزك تتخيلها كده هم تبص ايت سريتد بونز عن ساعة هو انت ليه عاملهم كده سريتد يعني مشارشارين مشارشارين اربع عظمات اربع عظمات توتل تمانية ايت سريتد بونز تاني ايت سريتد بونز هم دول تمان عظمات مشارشارين ودي المميز فيهم تعالى كده اهو زون معي وشوف كده القصة بص المنظر هتركز كده هتلاقي فيه سريتد بونز بص المنظر فيه شرشارة فيه شرشارة واضحة يا دكترة واضحة عندك اهي بص المنظر فيه شرشارة عندك اهي فيه شرشارة اهي برضو عندك اهي بص المنظر اهو فيه شرشرة عندي العظم كأنه عاشق ومعشوق في بعض نفس الكلام برضو بص كده من تحت بص المنظر فيه شرشرة نعمل لك زوم عشان تبقى أنت حاسس باللي أنا بتكلم فيه خلي بالك الشرشرة دي ميزة عشان يبقى عاشق معشوق في بعض عشان يلتحموا في بعض يبقى قوي يترص فيهم الكالسيوم ويلحموا في بعض فخلي بالك ما القصة دي يبقى 8 عظمات بتوعي خلي خلاص كده يبقى مميزين جدا فينهم ايه فيهم ايه 8 عظمات مشارشارين بص المنظر الشرشرة كل ده هو شرشرة 8 عظمات دول ايه قفلوا على بعض عملوا سندوق اسمه كرانيوم سندوق اسمه كرانيوم هو ده بقى البوني بوكس اللي احنا بنحكي عليه عند حضرتك يبقى القصة في كده يبقى احنا تاني سريعا في الحكاية اتفقنا مع بعض واحدة واحدة اني انا بصبه المنظر اهو شايف الشرشرة اهي شايف تلاقيها عاشق ومعشوق فين في بعض اهو تلاقيها كده عملة كده العظم عملة كده والتانية قدامها عملة كده برضه شايف المنظر اهو سيريتد بونز ادي ده اهو ادي دي عظمة ودي دي عظمة عند حضرتك ده كل ده فين قدام ولا وراء وراء كل ده وراء يبقى خلي بالك من الحتة دي قوي يبقى انا عندي هنا ايت سيريتد بونز تامن عظمات مشرشارين ايت سيريتد بونز تذكرهم سيريتد ليه اهو طالع نازل طالع طالع نازل نازل طالع بيبقى كده ملح حمين في بعض من منظر ده ودي ميزة عشان لما ينمو الجنجمة تقفل على بعض وتحمي المخ عندي يبقى ايت سيريتد بونز اتاتشت فرملي ودي هنفهمها قدام الحصة الجاية لانه بيلتحموا ببعض بيحصل ترسيب للكالسيوم الجوجومة بتتفكش التمانية دول ما ينفعش يتفكوا لان ده فيهم الجهاز العصب المركزي central nervous system اللي هو المخ اللي هو اوله حصل له حاجة انت هتموت فالفكرة في كده to each other مسكين في بعض عشان form a cavity to protect زمين الله يفتح عليك زبرين هي دي الفكرة بتاعتها يبقى بص المنظر لو بصت بقى من ورا انا شايف ايه الله يفتح عليك شايف تامن عدمات مشارشارين شايف الشارشرة اهو الاخدر شايف مع الابيض في شارشرة قفلين على بعض وعملين التجويف بتاع المخ عندي او المكان اللي حافز عليه المخ بس السؤال بقى هنا يا دكتور السؤال ايه ازاي عند حضرتك ازاي عند ساعتك المخ متصب بالجسم يعني السندوق ده مثلا مثلا قفل على بعضه ماهو المخ بقى السؤال هنا لازم يتصل بمين ببقية الاعصاب لازم يتصل بالسباينال كورد فالسؤال هنا المخ ده متصب البقى ازاي اقولك اني لقينا عند حضرتك onde at the at the فيقcke من تحت اه من تحت فيه خرم كبير من تحت فيه ايه خرم كبير اهو بص اهو الخرمة اهو فيه خرمه عند حضرتك ده فين ده يا مستر تحت في البي unpredictable فين في البيس يبقى تاني يبقى ما نسهاش يبقى انت عند حضرتك في السريبرال بار من تحت ادزا بيس في ايه خورم كبير اسمه ايه فورامن ماجنم اسمه فورامن ماجنم وعلى فكرة في العرب اسمه الخرم الاعظم او بس او الخرم الاعظم مفيش اقبر منه خرم كبير من تحت اتقول لي اوب 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 اقولك فين فالسكال ما تنساش فالسكال الخرم الكبير فين فالسكال يا دكتور الله نعلم فين الخرم الكبير فوق ولا تحت تحت فين تحت في السريبرال بار يبقى انا كده فهمت يبقى خلي بالك اني في حتة مهمة اهو اني اقول تاني ان انا عند الجمجومة بتاعتي الاسكال او الكرانيوم مقسوم انتيريور و بوستيريور الانتيريور قلنا في مين الفيشيال بارت ليه تقال علي فيشيال في الفيسبونز في التوجوز في البوزيشن اوف سنس وفيه سيريبرال بارت او بوستيريور اللي وراء اللي وراء ده تقال علي لي سيريبرال عشان ده المكان اللي يقعد فيه المخ ايش معنى ايت سيريتد بونز ايت سيريتد بونز 8 عظمات اهو متى اربعة واربعة مشارشارين مشارشارين يعني سيريتد وده عشان يبقوا يقفلوا على بعض عشان يحافظوا على المخ طب المخ متصل باللي حوالي ازاي قال لي سهله وبسط من تحت فيه خرم كبير الخرم الكبير الخرم الاعظم بص انا شايفك ازاي وانت شايفني منه ازاي الخرم الاعظم اهو اعب بلعب اهو في الخرم اهو اللي تحت ده اهو ازاي بيز وده فايديته ايه بقى الفورة من مجنة من الخرم الاعظم ان البرين كونكتد بمين بالسباينل كورد وبكده الجهاز العصبي بيبقى متصل مع المخ ده ما ينفعش تقفل عليه لازم اقفيه تديله فرصة او مكان يخرج منه الاتصال او العصب ايه او العصب عندي يبقى الفكرة في كده يبقى لما نيجي نتكلم مع بعض اهو اني لقينا البستيريور بارد اللي هو التمن عضمان المشارشارين من تحت بص اتزابيز من تحت في ايه الله يفتح عليك في خرم كبير من تحت اتزابيز في الخرم الاعظم اسمه الخرم الاعظم وده فين فوق ولا تحت تحت يا دكتور تحت فين في السقل في السريبرال بارد ده فايدتو انويج زا سباينال كورد كونكتد ويزا ايه ويزا برين عند حضرتك فامت طيب وبكده تقريبا السقل بتكون خلصة ولكن يجي السؤال سؤال ايه حساب العضم كل حاجة خلصة نحسبها في ساعتها انت كنت بتقولي الاجزيال تمانين طب اللي سكال واخدق ديه بص بقى ترك اللي سكال بس الوحدها اتنين وعشرين عضمة اتقسموا نصين ايه بقى النصين اقولك تامن عضمات مشارشارين ورا ولا قدام ورا ده فين ده بستيريور اهو تمان عضمات ورا تمانية يبقى كام قدام اربعتاشر قدام يبقى خلي بالك ده ايه ده انتيريور يبقى خلي بالك انا عندي تمانية ورا واربعتاشر قدام يبقى التوتال كام اتنين وعشرين خلي بالك في واحدة متحركة واحدة بس موفا بول من الاتنين وعشرين اللي هي مين الله يفتح عليك اللي هي اللور جو طب بس في رقم تاني انت كذبه يا مستر تسعة وعشرين ايه ده اقرأ كده ركز ما تتخضش اقرأ الجمجمة ومرفقاتها ايه ده وفي مرفقات اه المرفقات ان انت من قدام عندك اربعتاشر ومن ورا تمانية ايه السبعة دي بقى السبعة دي عبارة عن ايه ستة واحد ايه ستة واحد في حاجة اسمها عظم الاوزن الانر ايرز او الاوديتري بونز اوديتري جاي من كلمة سماعيات او عظم السماعيات ودي بانك معرفة خلي بالك اوديتري بونز السماعيات تلت عظمات هنا وتلت عظمات هنا وللأسف هما مش في الجمجمة هما مع الجمجمة هما مرفقات يعني انا هنا ملقهاش مش موجودة بص ما فيش حاجة لان هي مش في الجمجمة هي مش مكون من مكونات الجمجمة هي من مرفقات الجمجمة تلت عظمات هنا وتلت عظمات هنا بتبقى في الاوزن عند حرتك الداخلية عن ساعتك ففي تلاتة وتلاتة كده كام ستة وفي واحدة سبعة تحت عند حضرتك عشان سبات الجمجمة عندي يبقى هو دي اسمها المرفقات المرفقات دي عبارة عن تلاتة وتلاتة وواحد عند ساعتك يبقى خلي بالك في التركة لو جاب كلمة سكال بس هقول له كام 22 يا مستر 14 قدام وتمانية وراء وهو واحد بتحرك هيقول لي يا مستر وتنطط عليها سكال والاكسيسوريز الجمجمة بملحقاتها يعني زي الهيد لو قال كلمة هيد الراس ما الراس دي فيها كل حاجة هقول له لا 14 قدام تمانية وراء وعندك سبعة ما تنسهوش تلاتة في الودن دي وتلاتة في الودن دي واحدة تحت ويبقى التوتل كده كام 29 وبكده اللي سكال بتكون خلصت طبعا في فيديو برضو عشان التكرار يعلم الشطار ادي الفيديو بتاع الجمجمة هو بتاعنا اللي انا بحكي لك عنه ادي الاسكال اهي بيلفها لك ايه انتيريور وايه وبوستيريور طبعا اللي ورا ده البوستيريور وده سريبرال بورت وده تكون من ايه بص منظر تمن عضمات مش شرشلين زي ما اتفقنا ايت سريتت بونس شايف قفلين على بعض عملوا حاجة اسمه البوني كيس صندوق عظمي او يعتبر العلبة العظمية اللي هيقعد فيها مين المخ عند حرك بص بقى المخ يتصل باللي بقى جاي بالسبان الكورس زي ان فيه خرم كبير من تحت اسمه الفورة من مجنب طب من قدام الكيوت ده عبارة عن ايه ده اسمه الفيشيال بورت او يعتبر بالنسبالي اللي بنسميه الانتيريور بورت في الفيسبون زي ما انت شايف في البوزيشن فسينسو اورجنز وفيه التو جوز عند حضر طبعا التوتال بتاع الصورة دي كام اتنين وعشرين ما تنساش لكن زي ما انت شايف لو زودنا بقى السبع اللي قلتلك عليهم يبقى تسعة وعشرين وبكده بنكون خلصنا مع بعض السكال وهنبتدي في الفرتبرا كلهم بس ايه جي الوقت ان تاخد بريك تريح شوية ويلا بقى فاصل وارجعلك تاني ويلا نكمل قصة بلاس ري بتاعتنا الاجزيال اسكالتون وارجعنا لكو تاني ويلا بينا نكمل ريحلتنا في الاجزيال اسكالتون خلاص خلصنا الاسكال تعالى بقى نتكلم عمين عالكبير بتاعنا البوب بتاعنا الفرتبرا الكولوم والفرتبرا الكولوم هو العمود الفقري وده مش اي حاجة كده ينفع نعديه والسلام ده حاجة مهمة جدا 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 طب ليه يا دكتور مينا ايه المميز في الفرتبرا الكولوم الفرتبرا الكولوم بيتقال عليه جملة مهمة جدا ان هو بيتقال عليه بص اقرأ معايا كده consider the axis of the skeleton ينهر السود عارف كلمة دي يعني اتبير قوي محور الهيكل العظمي تقول لي يعني ايه محور الهيكل العظمي يعني هو الاساس يعني ده اهم اهم حاجة في المتين وستة او في الهيكل العظمي بواجه نعني مش فاهم قديك تخيل تعال كده ندخل مع بعض نرجع لعم حمادة ده تاني عند حضرتك اهو بص كده معايا واحدة واحدة كده مع بعض بص عم حمادة ده نقعده بس الاول كده ونريحه بص يا سي عم حمادة ده معلش اللي احنا نبهدلينه معانا للأسف بص كده على الفرتبرا الكولوم طبعا انا مديهولك او جايبهولك من ورا عشان تبقى فاهم الكصة طيب الفرتبرا الكولوم ده فين اولا شايف في نص الجسم ومش في نص الجسم والسلام لا ده انت لما تبص في المنطقة العلوية فوق ايه ده مين دي الله يفتح ليك ده الاسقال ده هو اللي من خلاله الجمجومة متثبتة هو اللي ماسك في الجمجومة عند حضرتك ده اللي ماسك في الجمجومة يبقى الفرتبرا الكولوم اللي انا شايفه العمود الفاكر ده عندي ليه يعتبر المحور الاساسي لان هو اللي متصل بكل اجزاء الايه الهيكل العصم هو الاساس عند حرك ليه نوم من فوق عند حضرتك هو ماسك الجمجومة تعالشان كده انت لما بتنام نومة الغلط بتلاقي رئابتك لو وجعك انت مش عارف تحرك راسك مش عارف تحرك الراس خالص مفيش المرونة دي ليه لان الجمجومة دي بكلفة عليه على العمود الفاكر يبقى هو دوره مهم جدا انه ماسك عندي الجمجومة من فوق تستنى بقى انزلي عالصدر صدر اه صدر او هو السدر ده متشعبط في مين لمؤاخزة متشعبط بص في المنظر ايه دي اهو ده اسمه استراس الكيج العمود الفاكر بتاعنا طب العمود الفاكر ده ماسك في ايه من وراء بص المنظر بص يان هاري سويد اهو وهو دي الدلوع بتاعتي اهي الدلوع دي متثبتة بمين من وراء الله ينور عليه متثبتة في العمود الفاكر يعني منطقة السدر كلها هو المسؤول عنها يعني مش بس ماسك الجمجومة من فوق ده كمان من تحت عند السدر هو الاساس هو المثبت الدلوع من وراء ده ايه تقل ده استنى ده كمان لي دور مهم في ايه الله ينور عليك في ثابات الأبر لمس يعني الطرف العلوي اللي انا مسكه ده عند حضرتك بتاع حمادة الطرف ده ماسك في ايه ماسك في الكتف الكتف ده اللي هو اصلا ماسك في مين محمل على الفرتبرا الكولوم يبوص المنظر يبقى تاني من فوق هو ماسك في الجمجومة وعند منطقة السدر اهو المنطقة دي هو ماسك في الدلوع من وراء ومش بس كده ده كمان بيساعد على ثابات الأطراف ازاي بيساعد على ثابات الأطراف انه هو الأطراف دي ماسك فين ماسك في الكتف والكتف ده اهو ماحمل على مين على العمود الفقر طب خدني بقى من تحت من تحت اهو انزل معايا كده لتحت لحظة اهو بصيلي اهي الحلو ده الأطراف السفلية lower limbs بتاعته دي متصلة ازاي ببقيت جسمه رجلك دي ماسك في الفغدة دي هتقولي الفغدة اهو الفغدة هي اسمها كده عظمة الفغدة ما تقلقش يا اهو ما بتريقش فغدة جديلة مؤاخذة عند حرب بالنسبة لي متسبتة زي في جسمك بص من خلال ايه الحوض طب الحوض ده استانى الحوض ده بصيلي كده ماسك في مين في آخر العمود الايه الفقر اهيه شايف العسقصة بلعب له في عسقصة اهو اهو دي من آخر العمود الفقر يا نهر يسود فتخيل لو ده مش موجود هتخيلها معايا كده الجمجمة مفكوك السدر مفكوك الكتاف مفكوك الحوض مفكوك الرجل مع السلامة يا باشا يبقى الفكرة في كده يبقى ينفع يتقال عليه المين اكسز ولا لأ ايه راك حمادة ينفع يتقال عليه المين اكسز يبقى يالفكرة في كده يبقى خلي بالك انا عايزك تبقى فاهم ان الفرتبرال كولوم تقريبا عليه حمل الجسم كله عليه احمال عند حضرك عشكده الكفال للشر اللي بيجيله نزلاج غضروفي او فقرة تتحرك هو مش عارف مش عارف يعمل حمام مش عارف يقوم من على السرير هي دي الفكرة ايه الحمل ان كل اطراف الهيكل العظمي متصلة بمين بالفرتبرال ايه كولوم عندي يبقى هي دي الفكرة اللي هو بيوصفها عند حضرتك يبقى تاني يبقى تعالوا نقراها بقى مع بعض عند حركة وطبعا عم حمادة ده من البهدل معنا تعالوا بقى اهو نقعدوا كده رايحوا شوية نرجع لكلامنا اهو اني بيقول لي ان الفرتبرال كولوم consider زمين axis of the skeleton والصورة هي واضحة يعني ايه المين axis of the skeleton يعني upper end الجزء العلوي بتاعي attached with the skull يعني هو اللي مسك الجنجومة اهيه السكال بتاعتي اهيه هو متصل بها اتصال مباشر طب انزل لي كده على منطقة السدر connected to is a ايه سوراس الكيتج مسك الدلوع من وراء اهو اهيه دي سوراس الكيتج عند حركة القفص الصدري هو متصل هو المثبت الدلوع من وراء فبيحفز على القفص الصدري ما يتفكش ده مش بس كده ويعتبر كمان هو اللي بيساعد على ثابات الاطراف العلوية الازرع من خلال اتصاله بمين بالشولدر بودز الكتاف يا باشا هنا الكتف وهنا ايه الكتفة عند ساعتك بقى ايه دي الفكرة بقى لازم انا اخلي بالي منها ان هو متصل بالايه بالكتاف اهي ادي الشولدر عند حضرتك وادي الارم يا نهرس وتشوف انت بتكتب كل حاجة اهو اهو يعني هو ماسك فلسكال من فوق وفي منطقة السدر السراس الكتجة ايه وكمان بيساعدني على ثابات الازرع بتاعتي من خلال الشولدر طب انزلي تحت كده بصلي على الحض مع اطراف الايه السفلية الفاخدة بتاعتك ازاي ثابتة ان هو متصل بالايه بالبلفس الحوض عند حضرتك يبقى شايف المنظر يعني هو كل حاجة هو متصل ايه بيها ويه دي الجملة اللي تحت هو انه الاطراف السفلية من خلال البلفيك بونز عندي العضو الحوض يبقى نه النقطة دي مهمة جدا ولازم اخلي بالي منها عشان كده الحتة دي مهمة 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 يبقى تاني يبقى الفرتبرا الكولوم بتاعنا ده مميز جدا في ايه انه من اكسز يعني هو يعتبر المحور الاساسي هو اللي عليه كل الاوزان والاحمال من فوق في السيدر يمين وشمال من خلال الكتاف انزل لتحت من خلال الحوض طب تعالى يا مستر عرفني اكتر الفرتبرا الكولوم يعني اللي هو هل هو مهمة اول الدرجة دي اقول لك طبعا طبعا اه اهو بص يا باشا بص الجمال ده تخيل دي الحمل كله فين الله ينور عليك على الفرتبرا ايه كولوم عند ساعاتك هو المنظر في كده عند حضرتك هو الفرتبرا لكله من الاساس انه ايه اسنشال سابورت او زبادي يا باشا هو اللي واخد الحمي تخيل انت عند حضرتك الموزة الجميلة دي عند ساعاتك وهي بتعملك الانبالي دوت عند حضرتك ما فيش العمود الفكر ينهر سود هتلاقي لابو اخزة كده رجلها ببقاها خلصت ما فيش هتبقى كيس لحمة عارف كيس لحمة طيب الفكر وكده ده هو ده الاساس هو اللي بيدي قوة للجسم وبيدعم الجسم هو ده اللي بيدي الصلابة عند حرج ده غير كده وكده ده في ميزة هتظهر وهنشرحها دلوقتي يعني مش بس زي اللي حامت الجنجوم حامت البرين ده هو اللي بيحمي مين اللي بيمشي في الجسم من وره الاسباين من الكورن حبل الشوكي وده من حاجات المهم يا باشا ده يعني ده جهاز عصب مركزي يعني لو حصل في قطع شلل لانه بيمشي في الجسم كله بيخلي بيتصل بقى عصاب الجسم كلها ده مش بس كده اهو لش حضرتك هي عاملالك الانبالي ده من بسبب الفرتبرا الكل مش انت بتوطي اهو انا بوطي 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 بالايه بالفرتبرا الكل بقف بالفرتبرا الكل طبعا انا علنياتي ما عارفش عامل الانبالي ده بس هي المسؤولة عن الحركة بيتساعد الحركة بتاعت الجزء العلوي الهد وال حركة الراس مع الجزء العلوي من الجسم ياه ده يا دكتور مين مهم اوه اه طبعا مهم يبقى تاني يبقى احنا سريعا اتفقنا مع بعض الفرتبرا الكل هو المين اكسز افزا سكيلتون شاطر وهو متصل من فوق بالسكال في السدر في السرس كيج الابر لمس من خلال شولدر هنزل تحت الابر لمس من خلال بيلفك بونس قدر يساعدني ان هو بيديني تدعيم هو عليه حمل اهو كل ده الحمل على مين على الفرتبرا كولوم عند حضرتك مش بس كده بيساعدك في ايه بيحمي مين بيعدي على مدار او على طول الجسم شاطر ومش بس كده وبيساعدك في الحركة انت مش متخشب يا باشا انت مش عامل كده ماشي عظمة واحدة لا متمفصل في حركة عند حركة في ليونة في وهو ده عندي بيحرك الجزء العلوي والراس عند حضرتك ده انت شوقتيني فكرة طب تكون ازاي ايه اللي حصل عشان يخلي الموزة الجميلة دي تديك وضع الانبالي دوت تعال بقى نشوف مع بعض ادي الفرتبرا كولوم الفرتبرا كولوم بيحتوي على 33 فكرة وهنفهم يعنيه فكر دي دي الوقت فرتبرا ان انا عندي 33 فرتبرا 33 فكرة ولكن 33 فكرة قسمناهم على اساس خمس مناطق حسب مكانهم عند حضرتك يبقى خلي بالك يعني 33 فكرة خمس مناطق اه هتلاقي حتى عندك خمس تلوان عند ساعة خمس مناطق مميزين جدا هتلاقي لو ركزت كده لون تاني تالت رابع خمس خمس مناطق عند ساعة تلوان يبقى تاني لحد ما وصلنا يبقى احنا اتفقنا ان الورتبرا الكولو لما جينا نتكلم عليه بيتكلم عند حضرتك في ايه في 33 في 33 33 33 33 33 فكرة بس هل 33 فكرة شبه بعض لا اتقسموا على خمس مناطق حسب هم فين حسب الاحمال والاوزان عند ساعتك وعايزة ديك تخيل عشان بارتو بقى فاهم معايا اهي ادي دي فكرة دي حقيقية عند حضرتك ادي الفكرة بتاعتي اللي انا بوصفها عشان بقى فاهم برضو معايا وهشرح حلاقي يعني ايه فكرة ويعني فرتبرا اهي هي دي المنظر بتاعها دي فكرة عند حضرتك اهي بالمنظر ده طبعا ما عنديش فكرة واحدة لسه بولا كان عندي كام تلاتة وتلاتين فكرة بص بقى اهو دي مثلا فكرات اهي بص انظر عندي متصلين ببعض اهو مت طبعا حد سوالحرج عندك مثلا اهو الباشا ده اهو حمادة ده عندي اهو كل دي اسمها فكرة اللي هم بنقول لهم كام فكرة تلاتة وتلاتين فكرة اتقسموا كم منطقة خمس مناطق اتقسموا كم منطقة خمس مناطق واحدين سيالة اتقسموا كم منطقة خمس مناطق طيب ايه هم بقى الخمس مناطق وتقسموا كم فكرة في الخمس مناطق بص يا سيدي اول منطقة عندي اللي هي بنقول عليها منطقة الرقبة منطقة الايه الرقبة عندي اهي بص كده معي دي بنقول عليها منطقة الرقبة تاني منطقة منطقة السدر او الظهر ما هو سدرك يتزامن معه ضهرك اللي بنقول عليها بعد كده منطقة اسمها القطانية او اللي هي البطن اسمها عند حراك الابدومن او من وراء هي القطانية اخر حاجة عند حضرتك الحوض ثم العصعوص اديل السغنم عند حراك ودي ادزا انت يبقى خلي بالك بقى من لعبة يبقى لما جينا نبص عند حراك بص كده معايا كم منطقة دي منطقة التاني التالتة الرابعة الخمسة يبقى كم منطقة خمس مناطق يبقى تاني من الاول اتفاقنا مع بعض الفرتبرا الكولون كم فاكرا تلاتة وتلاتين فرتبرا اتقسموا كم منطقة خمسة عند حراك خمسة ريجونز طب ايه هم عندي الرقبة منطقة عندي الضهر او السدر منطقة عندي القطنية منطقة او البط عندي الحود واخيرا العصعص مش فاهم تعالة واحدة واحدة نجيب عم حمادة ونمشي معاها حتة حتة منطقة منطقة عشان برضو نطلع فاهميه تعالة نركب حمادة ونشوف واحدة واحدة عندي اهو يا عم عم حمادة اركب بالبهدل معانا الباشا ده بص معايا اول منطقة زوم كده وكبر معايا ومش معايا واحدة واحدة بص اول منطقة ايه تعالة اخدها واحدة واحدة اهو حتة دي الحتة دي اللي هي مين بص كده معايا اللي هي الرقبة الله يرمك بص الحتة دي الرقبة اهي دي الرقبة اللي انا بشورك بها في القلم اهي دي اسمها النيك ريجون دي مجموعة معانا ونشوف عددهم كام دي منطقة الرقب طب بص بقى في منطقة من قدام اسمها الايه السدر اهي شايفها او او بص بقى من وراء تاتا تاتا الله يفتح عليك منطقة السدر هي هي منطقة الايه الظهر يعني بالعرب بيسموها الفقرات الظهرية او السدر فخلي بلكي بقى انا عندي رقبة وبعد كده عندي ايه الله يفتح عليك سدر او ضهر بقى انا عندي رقبة وبعد كده ايه سدر او ضهر بص بقى الحتة الجاي شايف الحتة دي الحتة دي ايه بقى دي الله يكرمك دي القطانية دي القطانية او بص بقى من قدام ايه اللي تحت السدر ده يا شاطر البط حتة دي البط تحت السدر البط اهي يبقى تاني بص المنطب تاني من الاول نطلع فوق تاني واحدة واحدة من فوق عند حضرتك ده ايه ادي دي الرقبة دي النيك ريجون ثم دي مين الله يكرمك دي الثراسك ريجون منطقة السدر دي ايه البطن الابدومن ريجون او القطانية بص با الحتة جاية دي مين ده الحوت بص على الحوت كده واحدة واحدة هتلاقي الحوت ده عبارة عن ايه اهي ادي دي منطقة الحودة ايه البلوكريجون بص بقى في حتة كده طلع عصغنونة عصقوصة اللي بقى كده بيطلع منه الديل طبعا احنا عندناش ديل بص كده من ورا مش تلاقي عندك ديل اهي دي الاند النهاية يبقى هم كان منطقة خمسة يبقى هم كان خمسة تاني ناخدهم من الاول نطلع تاني واحدة واحدة من الاول اطلع معايا كده واحدة واحدة بص معايا من فوق تاني انا معايا تلاتة وتلاتين فاقرة ناخدهم من اول. اول حاجة. بعد ازنك الحمدة كده هنعيد تاني. اهي. اهي. ادي النيك ريجون. زي ما انت شايف كده اهي. بعد كده. اهي. حتة دي كلها فيها ضلوعة. بعد كده دي مين? الابدومينال ريجون. منطقة البطن او القطنية. بعد كده اهي. بيلفك ريجون. منطقة الحود. واخر حاجة ايه. ادي للصغنة العسقوصة بتاعتي. يبقى من وراء اهو. رقبة. الظهر. القطنية. الحود. والعسقوصة بتاعتي زي ما انشفت. طب. لو عايز اخدها من قدام. تعال نعيد تاني كده من قدام سريعا. خد لي حمدة ده من فوق كده من قدام. اهو. برضو. ادي رقبة. اهي. ادي السدر. ادي البطن. ادي الحود. بص من تحت الحود في مين? الله يكرمك في ايه. بص العسقوصة. اهي العسقوصة اهي. تحت خالص في النهاية. اتفهمت? اتفهمت. نرجع تاني بقى الكلامنا. يبقى احنا اتفقنا مع بعض. عند حضرتك من اول وجديد. ان احنا معانا تلاتة وتلاتين فقرة. معانا كم? تلاتة وتلاتين فقرة. اتقسمو كام? فكرني كده يا دكتورة. خمس مناطق. اتقسمو كام? خمس مناطق. ايه هم الخمسة كده فكرني? اهو. اول حاجة النيك اول حاجة النيك. بعد كده الشيست. نيك اللي هي الرقبة. الشيست اللي هي السدر. وبعد كده اللي هي البطن ثم اللي هي الحوض واخيرا النهاية العصوصة بتاعتنا اللي هو يعتبر بالنسبة لي العصوصة بتاعتي او الديل زي ما نفهم قدام يبقى هم خمس مناطق طب انا عايز احفظهم احفظ كده بدايتهم اولا كعدد وكاسماء بص يا سينا التلاتة وتلاتين نقعد بس الحمادة كده ونريحوا قعد كده وارتاح التلاتة وتلاتين عايزك تحفظهم ازاي بص يا سينا وهم اليوم اغنية وهتطبل معايا كده ايه وتغني بس طبعا انا ما عنديش طبلة واللاسف ميستر مين مش موجودة نحن نصور الساعة خمسة الفجر يعني ايه فهي طبعا هتدلعت في الحتة دي قوي ولما تعمل ريكاب بص يا سينا احفظهم معايا هم كام سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني واحدة واحدة عشان تبتيت احفظ معايا هم كام بص معايا المنظر هم سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني يبقى احفظهم كده معايا واحدة واحدة سبعة اتناشر خمسة اربعة اسمع سوطك سبعة اتناشر خمسة اخوزهم كده اتنى ٣ تاني سبعة اتناشر خمسة اربعة تاني سبعة اتناشر خمسة عندما تبلغ يطلع من الله يص�킨 من الانتحق اللomin يصطلع تلاته وثلاتين فاقرة يبقى اتنى من الاول سبع اتناشر خمسة خمسة ربعة طاني سبع اتناشر خمسة خمسة ربعة طبعا يعني أنا برضو عايز أفهمك أنا ليه بقى اعتمد على الحفظ كمان مع الفهم في الحصة بحاول أضرب معك في تنين لسبب انت الشاطر الشاطر في آخر السنة اللي ما يبصش في بوكلة المفاهيم اللي ما يبصش في الكتاب ليه بقى انت لما المعلومة تبقى حضرة بتوفر وقت بتوفر وقت لاني بيبقى السؤال معظم الوقت مش مربوط او مش ظاهر قدامك في الكتاب وخابك ان السؤال مدته في سانوية عامة دقيقتين ونص ما تتخضش ده وقت كبير جدا لو المعلومة حضرة والرتم بتاعك شغال بتادي نيه معاك سهلا يبقى تاني ارجع بسرعة وصحصح معايا يبقى التفاق الصراسك كم فاكرة تلاتة وتلاتين فاكرة كم منطقة خمس مناطق افتكرون معايا ايوة ثوراسك لامبر ساكرة او بلفك واخيرا المنطقة اللي في الاخر عندي طب اتفقنا مع بعض متقسمين المناطق دي كم فاكرة ها اسمع صوتة سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة حلوة قوي السؤال بقى هنا كل فاكرة ايه حكايتها وكل فاكرة اسمع ايه وازاي مستر اطلع في الاخر حافظ وفاهم مع بعض ما انت بتقول دلوقتي عايز توفر لي وقت تعالى نشوف نبتدي باول منطقة واول منطقة هي العنق عندي طبعا واخد لي بالك كل فاكرة وليها ايوة شكلها وكل فاكرة وليها حجمها زي ما انت بتخيل معي طب نبتدي بقى بص يا سي اول منطقة عندي وهي منطقة العنق انك ريجون الرقبة فتعالى نشوف ايه قصة الرقبة احنا اتفقنا اول حاجة ايه سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة يعني دي كام سبعة افتكري سورفيكل سيفن 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 سورفيكل سيف انتفقنا مع بعض يبقى البرتبرال كولوم 17 ايوه 5 5 4 تاني 17 5 5 4 اول 7 فين فنك يا ميستر فنك يا دكتور طب هنا بقى عندي السبعة دول مين 7 cervical 7 cervical اهي 7 cervical الله يفتح عليك حلو اوي طب حجمهم ايه ايه الحجم بتاع السبعة دول ده بقى السؤال دلوقتي طب هم صغيرين ولا اطبار ولا ممكن نقول ان هم بين البنين قال لي بص يا دكتور مقدرش اقولك ان هم صغيرين اش معنى لان عليهم وزن وزن اه الجمجومة السكال هي العنق دي الرقبة دي شايلة مين شايلة الجمجومة فمقدرش اقولك ان هم صغيرين لو صغيرين يكس ام لهم ايه كبر مش كبر اوي ليه لسه في اكبر لاني وانت نازل الوزن بيزيد ام لايه قال لي مادرت مادرت يعني متوسط يعني ولا كبير ولا صغير ولا كبير ولا صغير الله يفتح عليه طب الفكرة بتاعتها ايه ان هنا يعتبر فيه السكال فهو مش صغير ان ده وزن الجمجومة دي وزن فهي مش صغيرة لان هي شايلة وزن بس في نفس الوقت مش كبيرة لان لسه في فقرات جاية شايلة وزنة اتقل يبقى الفكرة في كده يبقى اول حاجة اتفقنا ان انت سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة سبعة دي مين في الرقابة والسبعة دي مين سيفن سيرفيكل سيفن سيرفيكل اتفقنا توتال كام سبعة مكانهم فين الله يفتح عليك فينك ريجون كبار ولا صغيرين ولا دا ولا دا هم مدر طب هم في ترتبهم من الواحد للتلاتة وتلاتيين قال لي يا دكترة من واحد لسبعة من واحد لسبعة في وان لفي سيفن يعني هم من واحد لحد سبعة ده المميز فين طيب في جملة غريبة اسمها ايه ايه الجملة دي بقى مستر مشتاهم يعني متصل او متمفصل يعني هم مش ملحومين ايه دا هو في حاجات ملحومة في العمود الفقري اطبعا لان انت في وزن في حاء اوزان ففي حاجات ما ينفعش بقى فيها حركة او مرونة او تتفك بالبلد لان لو اتفكت هتعمل خلل في الوزن وممكن يحصل انك تقع او تنخلف وزنك وما تقدرش تتزن خلي بقى من حتة دي يبقى خلي بقى من حتة دي ان السبعة دول متمفصلين يعني متمفصلين عشان بقى انا فهم يعني مفصلين عن بعض يعني زي كده اهمت عند حضرتك اوليك تخيل اهمت بص اه ادي فاكرة وادي فاكرة هل هما ملحمين في بعض لا خالص بس متصلين بعض بيناموا ايه على بعض كده شايف كده هما اسمها ارتكيوليتنج دا كده اسمه ارتكيوليتنج يعني ارتكيوليتنج بص عشق ومعشوق في بعض اي باشا متصلين ببعض يعني بيمسكوا في بعض لكن مش ملحمين في بعض بيتحركوا ودي ميزة اه طبعا ميزة بص المنظر اللي انا بعملوا دهتي في رقابتي بحركها طب هما لو كانوا ملحمين كنت عارف احرك رقابتي لا طبعا يبقى الفكرة في كده يبقى خلي بالك يبقى هما اهو شايف الفكرتين دول اهو هل هما فيوزد هما لهم ايه ارتكيوليتنج يعني ارتكيوليتنج يعني متصلين ببعض بالمنظر دا متمفصلين ببعض يعني هو دايما فيه بينهم ايه نقطة اتصال فاصل فيه فاصل بينهم عندي اهو مش ملحمين مش حتة وحدة زي ما انت شايف فيه تمفصل فيه انفصال عندي اهو زي ما انت شايف كده يبقى دا النقطة الايه المميزة فيهم يبقى تاني عند حريطك تعالى نفتكر مع بعض يبقى اتفقنا انا عندي كم فاكرة ها تلاتة وتلاتين سيرتي سري فرتبرا كم منطقة خمسة يا دكتور سمحهم لي سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة اول سبعة فين في النك واتفقنا سيفن سيرفيكل سيفن سيرفيكل كبيرة ولا صغيرة ولا دا ولا دا امال هي متوسطة لان عليها وزن عليها حمل الاسكال انتفقنا مع بعض دايما من كم لكم من واحد لسبعة واتفقنا هي ارتكوليتنج ولا فيوز ارتكوليتنج ما انا فهمتك انها متمفصلة يعني في فواصل يعني الفقرات مفصولة عن بعض الفقرات مفصولة عن بعض هي دي الفكرة متصلين اه بس مفصلين يعني ايه يعني مش ملحومين يعني مش حاجة واحدة عشان تديك الحركة عندي وهنا نخش الحتة مهمة جدا في بنك المعرفة خلي بالك منها اهي ان يعتبر في شيء مميز وهم ان السبعة بتوعنا اول فقرتين الفقرة الاولى والتانية اليوم شكل مميز عكس التالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة يعني دول يوم شكل اه ودول يوم شكل فبكده انت عندك كم شكل بس الاولى لها شكل التانية لها شكل من التالتة للسبعة لها شكل يبقى كم شكل تلتة اشكال وخلي بالك موجودة كمان غير بنك المعرفة موجودة عندك في كتاب المدرسة انه حاطت ثلاث صور لمين؟ الله يفتح لي للثريفكال طب اشمعنا اول فقرتين؟ خلي باك عشان بنك معرفة شو ما انا بحاول عد ما اقدر ناخد المعلومات المهمة بنك المعرفة انه ربطة في تب مدرسة حيث ما تحتاجش حاجة بعدها ان انت الاثنين الثريفكال دول اشمعنا شكلهم مختلف عن الباقية يعني عن ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة ايه المميز فيه عشان يدوك تيبيكال عنده حركة بالنسبالي موفمينت يديك الحركة المميزة التيبيكال اكستنسف موفمينت اللي هي ايه بص دي بقى اللي هي ايه المية وتمانين دي شايف المية وتمانين دي الحركة دي اهي ليه بقى بص المنظر ان دي بتوعد على دي كده دول بركبها عدول كده كأنها بالزبط عاملة كده حلقة بالمنظر ده كده كده فيبص المنظر بتلف كده شايف المنظر اللي حصل شايف الحلقة دي عمها تلف ازاي مية وتمانين ايه درجة وهي دي الفكرة طبعا اول واحدة اسمها يعتبر بذلك اطلس اللي تحت اسمها اكسز طبعا اتسمت اطلس فاكر كان فيه اه يعني دي شوية في الاساطير ااطلس ده يعتبر اله من الهات الاغريق ده كان اللي هو الشخص اللي بنقول ان هو سرطه لو انت سريشت شايل الكرة الارضية علي كتفه ده اسمه اطلس ده الاه عند الاغريق فعنسوا الاسم ده لأنه شايل أطلس دي شايلة لإيه؟ الله يفتح عليك الجنجمة كأنه شايل زي الكرة الأرضية عندي طبعا عند حضرتك أهي ففكرة الأطلس والأكسز هما اللي اتنين أنه بيدوك يعني حركة ببرجة واسعة مش الحركة بس أن أنا أعمل كده أو كده أو أعمل كده أو كده بس محدودة لأ أنا بديك حركة واسعة عندي بحرية زي من شايف كده اللي أنا عملته يبقى هو دك بالنسبة لي حركة على محور واسع 180 درجة لكن الباقي ما يدينيش المستوى دوت هاي دي الفكرة بتاعتك فخلي بالك أن هما يختلفوا عن بقية الفقرات العادية عشان يعرفوا يديني الاكستنسيف زي ما قلتلك تيبيكال موفمينت للنك اللي هي الحركة السهلة المرنة الواضحة جدا عندي بالنسبة لي يبقى خلي بالك بس من التريكا ديت عشان لو أيا كانت اتجابة يكون في أي كتب زي ما احنا هتنلاقيني عارفين نحليم كل الكتب بنكة معرفة كتب عربي كتب لغات كل حاجة فلو عايزي استطاد في المال عكرة يا باش أنا فهم أول واحدة اسمها أطلس اللي شايلة اللي سقل بعد كده الاكسز وتقال عليها اكسز عشان هي محور بتلف على الجنجومة عندي إن هي الجنجومة تلف على المحور دوت عشان كده تسمى اكسز بعد كده الباقي كله زي بعضه خلي بالك معنى كده إن السورفيكل لها تلات أشكال الله يفتح عليك عشان برضو السؤال ده بيتسئل لو قالك أني مجموعة لها تلات أشكال تقوله ويه سورفيكل هتقول عليه سورفيكل هو اللي ليه تلات أشكال عند حضرتك يبقى تاني سريعا عشان نتنقل بال المجموعة لبعدها يبقى اتفقنا أني تلاتة وتلاتين فقرة في خمس مناطق واتفقنا تقسمتهم سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة واتفقنا السبعة دول الأولين فين في النيك ريجون وقلنا سوفين سورفيكل ودول في النيك ريجون ولا كبير ولا صغير مادرت لأنه هم الشنين سكال اتفقنا مع بعض أرتكيليتنج اللي فيوس طبعا أرتكيليتنج يوم تلات أشكال أول واحدة اسمها أطلس بعدك اسمها أكسز ودي فكرتها أن هم يدوك الحركة المرنة أو المميزة عندي تعال بقى مع بعض يا دكتور نتنقل من عند السورفيكل ونخش في مين؟ الله يفتح لك في الثوراسك افتكرها كويس قوي ثوراسك تولف هتقول لي إيه ده؟ ما احنا قلنا سبعة اتناشر الاتناشر دول كانوا في السدر صح؟ هم دول الله يفتح عليك هم دول دول كان بقى اتناشر واتناشر بالانجليزي يعني تولف وتولف دي يعني تي 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 تولف ثوراسك تولف ثوراسك تي تي ثوراسك تولف يبقى افتكرها كويس قوي يبقى تي 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 ثوراسك تي تولف يبقى انا عندي تي تي tape ما تنساهش يبقى انا بحاول exploded ده ما قدر اهو. افكرك دايما عشان ما تطلع باتش. فجرافات في حل هومك. يبقى احنا عندنا تاني. ودول سبعة. يبقى اهو. يبقى بصوا بقى المنظر اهو. يبقى اول حاجة عندي ان عددهم 12 رتبرة. يعتبر فقرات الضهر او فقرات السدر ما احنا قلنا من قدامه من ورق. كام 12? طب 12 دول بقى حجمهم ايه? تعال بقى نشوف معا بعض. 12 دول حجمهم ايه عندي ساعتك? بص كده معيه. اكبر. والله صغر. بص المنظر يعني عايزك تقارن بالحجم. مستر اكيد. ده مادرة ما احنا اتفعنا. متوسط. صح? يبقى ده اللي اتفعنا فيه. يبقى هيا الفكرة في كده. يبقى انت عند حضرتك انا بكبر. ليه بكبر? ما تعال انا بص كده. ده انا هنا كنت شايل بس ايه? حمل الجنجمة. طب تحت. في السدر. ده ماما مش مش شايل حمل. الراس والسدر. الوزن عمال يزيد. يبقى لازم الفقر حجمها يكبر. طب مش فاهم. اهو بص معا كده. شايف دي? اهي. دي اللي انا كنت بوريه لك اهي. عندك اهي. دي السورفكال. بص حجمها ايه? متوسط. ولا كبيرة. ولا صغيرة. طب كارن دي بقى? بدي يا باشا. بص المنظر. يعني كارن دي بدي اهو. الحجم. عند حرارتك. بص الحجم كبر. حجم بتادي يكبر. بتادي تتخن. بص تتخنت ازاي? دي قدام دي دور فياعة. دي تخينة. يبقى دي نقول عليها ايه? لارجر. لارجر. يبقى انا كده بجبر. دي لارجر. يبقى خلي بالك دي لارجر. دي مادرات. يبقى اخي بالك من حاجة انه وانت نازل لتحت الوزن بيزيد ولا يقل? بيزيد. كل ما الرقم يكبر او يزيد كل ما الوزن يزيد. يبقى خلي باكم التركة دي. يبقى نرجع تاني. يبقى خلي بالك. يبقى انا عندي. احنا اتفقنا تي 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 تي. ثوراسك تي 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 تي. اتفقنا بقى هنا ايه? الله يفتح لك. طب دي فين? فين الاثناشر فاكرة دول? قلنا فين? في في السدر عند حضرتك. طب دول ترتبهم من كم لكام? هتقول لي هم اتناشر. ايو اتناشر دول بعد السبعة يبقى خلي بالك. احنا اخدنا من في وان لفي سيفن دول اسمهم ايه? سبعة عند حضرتك. دول اسمو ايه? سيفن سورفيكل. يبقى اللي بعدهم الاثناشر عندي الثوراسك. يبقى من تمانية عد بعد التمانية. اتناشر يوصل معك لحد كام? تسعتاشر. يبقى خلي بالك. يبقى انا عند حضرتك او فروم سيفن سوري فروم ايت تو ناينتين. يبقى النمبر بتاعه من تمانية لتسعتاشر. من تمانية لايه? لتسعتاشر. وخلي بالك. كده وانا بجبر او بزيد في العدد الوزن بيجبر. يبقى خلي بالك اهو. يبقى انا كده عندي ايه? اهو. من واحد لتسعتاشر. عشان يتكلم في التركات دي قدام. هنا اللي بيحصل السايز. السايز بيزيد. هبقى من حتة دي. ليه? عشان الوزن بيزيد. يعني فيه ان انا هنا بص المنظر. من هنا الهنا انا من موضرة. ليه ايه? طب ايه? او لا يا مستر. انا بحرك اهو. اهو. انت شاف ايه? اهو ضهرك بيتحرك اهو فيه حركة اي? حركة دي اهي موجودة. يبقى انا خلي بالي. يبقى برضو هي كمان. عشان تديني الحركة بتاعة الظهر او الحركة بتاعة السايز ده. حتى فيه تمرين اسمه. تمرين الظهر. ده تمرين عند حضرتك اللي انت بتحرك. عضلاته بتحرك فقرات هنا. يبقى خلي بالك اهو. برضو لو احنا نسينا اهو بص المنظر. طبعا اهو. 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 الرقبة. عندي ساعتك اهي. شايف دي السورفيكل. اهي دي. الثوراسك اهو. هنا ايه? سافن سورفيكل. هنا بالنسبالي تي 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 ثوراسك اهو. بص المنظر شايف اهي? بص كده معي اهو. من هنا لحد هنا. اهو بص المنظر ادي واحد اتنين تلاتة بعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. تي 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 تراصيك بص المنظر اهم في الضهر. متمفصلين او متمفصلين? عشان تعف تتحرك. شايف المنظر? طب يديني الارقام التانية خلي بالك. هنا دي كانت رقم كامل سبعة ما دي كانت اخر واحدة في النك. بص بقى تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. بص منظر? اهو. الفقرة الاثناشر الثراثك هي التسعتاشر في الترتيب الثلاتة وتلاتين. الفقرة رقم واحد في الثراثك هي رقم تمانية في الثلاتة وتلاتين. يعني خلي بالك. يعني هنا رقم واحد دي. دي نومبر وان ثوراسك. وهنتكلم عنها عاماتا في المسال ما تقلقش. دي نومبر تولف في ثوراسك. لكن تسعتاشر دي ده من التوتال فرتبرة. سعتاشر دي من المجموعة الكلي خلي بالك من الحتة دي يعني من الثلاتة وتلاتين. من الثلاتة وتلاتين كلها. سعتاشر دي من الثلاتة وتلاتين. زي اللي ما اقول لك تمانية دي من الثلاتة وتلاتين عندي. هي دي الفكرة. فخلي بالك ان في رقمين كده موزين لبعض واحد هي هي صوراسك. يعني هي تمانية في التوتل عندي. يبقى تعالك كده ايه? نرجع سريعا زي ما اتفقنا احنا اتفقنا عندك كم فاكرة اصحى 33 فاكرة شاطر كم منطقة 5 مناطق حلو ال5 مناطق اتفقنا حفظني كده ايه هم عددهم 17 5 5 4 اصحى 17 5 5 4 كمل معايا اتفقنا في السورفكال اصحى السورفكال عندك 7 سورفكال ده عندي كبير ولا صغير قال لي واتفقنا عند حضرتك بنسبة لنا بيتحركوا وطبعا اتفقنا اليوم 3 اشكال عشان اول فاكرتين مختلفين زي الاطلس والاكسز عشان يديك الحركة المرنة جينا نزلنا تي 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 السورفك قلنا هي عندي ايه المنزر 12 فاكرة باسترتمهم في 33 كام من 8 ل 19 في التوتل الكل واتفقنا على اتفاق مهم جدا ارتكليتين ولا فيوز برضو ارتكليتينج اهو الظهر بيتحرك واخر حاجة اتفاقنا في الحجم بيكبر وانا نازل لان الوزن بيزيد طيب تعالا بقى عند حضرتك نتكلم على المنطقة رقم 3 القطانية افتكرة لامبر لامبر لارجست لامبر لارجست اكبر فاكرة اكبر فاكرة ليه يا باشا القطانية لان الوزن العلوي كله عليها وزن جسمك كله علي القطانية خلي باكمل حتة دي قوي عشان كده القطانية دي مهمة جدا يقول لك غلط يشيل حاجة تقيلة يعني منفعش وانت بتتمرم مثلا قطانية او انت بتشيل وزن تقيل منفعش تاخده زاوي التسعين كده غلط لو انا عملت كده يبقى انا باخد الوزن تخيل القطانية دي شيل جسمك وزن جسمك وكمان بتشيل حاجة تقيلة مصيبة يعمل مزقف الضهر انظر اغضروفي فافتكرة بص المنظر كبيرة جدا بص المنظر اكبر حاجة يبقى بص المنظر امشي كده اهو شايف انا مشيت ازاي من مادرت اللي هم سيفن سيرفيكل ل لارجر تي 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 تولف تي 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 ثراسك واخر حاجة لارجست لامبر اللي هو كام سبعة اتناشر ها خمسة اكبر خمسة دول اكبر خمسة عندي في الفقرة ضخمين جدا هنديك تخيل ووريك شكلها بص المنظر ايه ده بص المنظر يان هايس ويد بص المنظر بص الحجم شايف الفقرة تخينة كبيرة ومش كبيرة دي اكبر حاجة يعني دي مقارنة بدي بص المنظر مقارنة بدي اهمة التلاتة اهمة بص المنظر الترتيب ايه دي المودر سريفكال سيفن ايه دي لارجر تي 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 ثراسك وهنا حاجة ايه لامبر لارجست بص المنظر شايف المنظر اكبر حاجة ضخمة كبيرة جدا عند حاجة بص الحاج كبيرة جدا ضخمة شايف كل دي فقرة ليه الوزن عليها عالي جدا 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 خبك من حتة دي فحصل كده اشكا بص بقى المنظر الكلام او الحكاية اللي احنا بنحكي فيها كاسايز لارجست يبقى في كده لامبر لارجست الل لال عشان دي مهمة جدا عند الل لامبر لارجست فين يا باشا بقى طبعا في الابدومن طب من كام لكام والله مسترف تكرم معي من في ون لفي سيفن ومن في ايت لفي ناينتين دول اللي فوقيه يبقى هو من كام من توينتي لتوينتي فور يبقى دول اكبر حاجة يبقى من توينتي لتوينتي فور اكبر حاجة عددهم كام خمسة طب دول فيوز لا وهو ما نباتني الدار وباتني القطنية اهو يبقى هم متمفصلين او متصلين ببعض متصلين او متمفصلين مع بعض طب انا هدو اختر بقى برضو مش متخيل للمبر مش متخيلة عايزة تخيلها اكتر يعني اللمبر دي للمبر لارجست اكبر فقرة وكمان غير انها اكبر فقرة يعتبر يعتبر ارتيكوليتنج اه يزبط يا باشة مش انا اللي هزبط لك ام المين اللي هزبط شكيرة بص 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 للمبر وانا مش للمبر لأ هو للمبر بصراحة لأ هو مش للمبر بس ده للمبر يعاليا لارجست العب يا معالي بص او انا اجيب لك شكيرة بزويتين ادي شكيرة او ادي شكيرة شايف المنظر ادي اللمبر او طبعا انا مش عايزا المس دون تطاطش الحاجات دي ما تكلمس من ال لكن شايف همستين ده يعني ال لكنوا الBR ادي الBR هو الالم راح فين الباب انا مش عارف الالم راح فين انت خيام الصدمة يعني الالم مش مش كله الالم من الحمدلالي اشوف أهو بص اللمبر أثر علي عمل مش لقيين لألم فهو بص اللمبر اهو بص اللمبر اهو من بعيد بس عشان دون تتتش اهو بص الله أكبر عليك بص المنظر اهو بص لمبر الوزن كله ما شاء الله فين اهو اهو ربنا يستمع فيه انا ما يبرش بحيطة غلط فهو لامبر اهو بص خلينا في المحترم ده اهو بص اهو لامبر اهو صغنا ده شايف المنظر اهو اهو بص اهو مادام شاكيرا اهو بص دكتورة في البيولوجي ده اللمبر اهو فتخلي بص المنظر اهو يا بشا شايف المنظر لو اكبر اهو اهو سيرفيكل طبعا انت مش مركز معي ركز هنا معي يكريمك ركز معي هنا الله يكريمك. بص اهو بتتحرك. بص تاني تي 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 عند حضرك مين? الله يفتح عليك. ثراسك. بص السدر. ما شاء الله. علي. ادي ثراسك هو بيتحرك. بصيلي بقى على اخر حاجة. اهو. بص المنزر اهو. يا بشة ما شاء الله عليها بص. ايه? الله اكبر عليها. زي الفل. زي ما وردتك اهو. طبعا انت عمرك ما هتنساها. اللحظة دي. اهو. خلتك امو شاكيرة وضحت لك اللي انا عايز ايه? اهو. او بص بتقولك ايه بشفافة. بص لامبر. بص لامبر. بنا يسطر علينا ونروحش في داية. لو ما عجبتكش ايه من سكيب الحت دي. وصورتي ما تتهزش معك ارس. لان هم كلهم نصحوني بعدم ايه? عدم المشاهدة بتاعت المقاطع دي يعني انا قلت لكم بلاس سري يعني. احنا كم مقاطع انا كنت واضح من اول الحصة. تعبت. تعبت. لا انا تعبت كارهاك خمسة الصبح مش تعبت من ايه حاجة الله يكرمك عشو ما نروحش في داية. طيب نخرج فره اللامبر وناخد المنطق رقم اربعة. احنا قلنا سبعة اتناشر خمسة خمسة. ساكرل. الساكرل عند حضرتك ده فيين? في الحوت. المنطقة رقم اربعة في الحوت. ايه ده? القصة الغريبة في الساكرل ايه بقى? ان الساكرل بنوعليه برود وفلات. مفلطح وعريض. مفلطح وعريض. يعني مفلطح وعريضة عند حضرتك عشان ديك تخيل. اني لما اجا بص عليها? اليها عامل كده? بالشكل ده كده. تعتبر بالنسبة لي مفلطحة وعريضة. طب مش متخيلها. بص المنظر. بص الشكل ده. ايه ده? ده ده ده? الخمسة? اه هم دول الخمسة. ايه ده يا مستر? ده انا شايفهم ايه? ايوة مين الحدق بقى ليكون لقاطها? فيوزد. ليه بقى? الحد لازم يكون ملحوم في بعض. عشان ده محور ارتكاز وزن. عشان وانت بتتحرك رجلك يمين رجل شمال. ما يحصلش خلل. ما ينفعش حاجة زي الحد اسمها ينجزع. ما ينفعش يتخلع. الحد اللي يتخلع ده لما اخصى. ده تبقى نصيبة. كسرت الحد دي ممكن تموت. لان الحد محور ارتكاز. عنده حركة فخلي بالك. عشان كده الخمس فقرات دول ملتحمين بالحوض. واخد لي بقى بالك. برود وفلات. يعني برود وفلات مفلطح وعريض. بس واخد بالك من حاجة. في الحجم ابتدأ ايه? يصغر. ليه يصغر? عشان الوزن بيتوزع على الحوض. مش فاهم. اجيب لك مين? الله يفتح لك. تعالى نجيب عصام كده لحظة. نتكلم معاني. تعالى اما عصام كده ايه? نحطك تاني. على الخزوق ده. ونشوف القصة دي اكتر. بص يا سيدي. نزلي كده بقى ايه تحت عالحوض. بص المنظر. تعالى اول ناخدها من ورا. شايف المنظر? كان كل فاكرة مفصولة عن التاني. وكل فاكرة عندي زي ما انت شايف عند حضرتك خالتك ومشاكيرة قالت ان هي ايه? السيفن سيرفيكل تي تي ثوراسك والخمسة اللامبر اللارجست. كلهم متمفصلين. وكل واحد ملوش دعو بالايه? بالتاني. لكن تعالى لي هنا بقى. بص المنظر. انت شايف ايه? انا شايف يا مستر اني حمادة السكرة اللي عند حضرتك اللي هو يعتبر بالنسبالي الحوض. بنقول علينا الفقرات العجازية او الحوض ملتحمين في بعض. وبص بقى ملتحمين في مين? في الحوض نفس. بصيني الفكرة. ايدك ورا يا لا. بص. شايف المنظر ادي الحوض ده. ليه بقى? عشان الوزن ده كله بيتوزع ويرتكز عالجنبين. عشان الرجل. عشان الحرقة بتاعتي. فيها اتزان. فيه اتزان هنا في المكان. فيه محور ارتكاز. فالوزن كله بيحمل عالاطراف. وده اللي خلى عندك بص بقى المنظر. تصغر في الحجم. ليه تصغر? عشان كده كده. الله يفتح عليك. الوزن بيتوزع عالجنات. يبقى انا خلى بلك من واحد لحد اربعة وعشرين. هو ده عرقم الفقرات من واحد لاربعة وعشرين اللي حصل. الفقرة بتكبر? لان الوزن بيتقل. طب من خمسة وعشرين. لتسعة وعشرين ابتدت الفقرة تصغر. تصغر? اه تصغر. ازاي? ده انت بتنزل تحت الوزن بيزيد. لا. ما هي بتصغر كحجما. بس هي ملتحمة مع الحوض. فبتوزع الوزن. هي دي الفكرة بتاعتها. يبقى خلي بالك كده في القصة دي. يبقى تاني. واحدة واحدة مع بعض. شوف انا بمشي معك من الاول. بص كده على عم حمادة. نطلع من فوق اهو احنا لنبقى اينا ناس فهم. بص كده. كلهم من واحد لاربعة وعشرين. متمفصلين عندي. عشان ديك الحركة اللي انا ورتها لك. لكن من خمسة وعشرين لتسعة وعشرين منطقة الحوض دي انا شايفهم ايه? فيوز. من واحد لاربعة وعشرين بيكبروا في الحجم. من خمسة وعشرين تسعة عشرين بيصغروا في الحجم. كل ده ليه? لان هم ملتحمين في الحوض. وفي الحوض انا فيه محور ارتكاز فيه ثابات في الحوض. فالثابات ده عندي مهم جدا عشان الحركة بتاعتي واتزان الحركة. يبقى نرجع تاني بقى للبورد بتاعتنا. ونشي الحمادة ده كده نرايحه شوية تاني. يبقى نتكلم بقى تاني هو. واحدة واحدة ايه? من الاول. يبقى واحدة واحدة تاني من الاول. يبقى القصة عند حضرتك كالقاتي. اني انا عندي الساكرا برود وفلات. من فلطحة وعريبة. بس بتصغر. موجودة فين? في البلوكريجون. من كملة كان من خمسة وعشرين لحد كانت تسعة وعشرين. طب استنى دول عددهم كان خمسة بس هم ايه? فيوزد. عشكاة بص المنظر? ملتحمين ببعض يعني انت لو ركزت واحد اتنين تلات اربعة خمسة. هم خمسة يا دكتور. خمسة ملتحمين ببعض عندي. خمسة حاجة واحدة عندي. مش متخيلها. يا باشا خليك تتخيلها ده انا خليك تحسها. ازاي? شاكيرة. بص المنظر. اقنعني كده اني الحود ده متمافص. تخيل الحود ده كده لو كان مفكوك ينفع يتحرك الحركة دي. بص كله بتحرك حركة ايه? واحدة. الله يمسيها بالخير والله. الله بصي ليه ارفع عينك فوق الله يا كريمك عشان مراشي في ستين ده يا. بص المنظر اهو. بص المنظر اه. 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 ايه اللي عالجناب ده? ده البلوك بونز. ده عضم الحود اللي هنتكلم عنه بعد كده. اهو. واخبه لك الوجنتين دول عضم الحود. بص بقى دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. اهو مات الخمسة. ملتحمين في مين عهنة عالجنبين? ملتحمين في عضم الحود. وده يديلها ايه? شايف? ارتكاز يا باشا. تخيل خالتك شاكيرة دي? عند حضرتك. كانت تعرف تعمل حركة دي? اهو. حتى بص على الحركة دي? اهيه. شفت فه? اهيه. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. اني انت عندك الحود كله بتحرك ايه? مع بقى حتة واحدة. الحود ده كله حاجة واحدة. مقدرش افك الحود. الحود ده كله حاجة واحدة. لان كله في فيوزد. فيوزد. هاي دي الفكرة ايه? شاكيرة بتقولك ايه? فيوزد. اهو. شفت عكس اللي فات. اللي فات كان ايه? ارتكيولاتي. سيفن سورفكال. تي 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 تولف ثوراسك. واتفقنا اللامبر لارجس. لكن دهاتي شاكيرة بتقولك ايه? انا باشا من تحت فيوزد. ومن فوق ارتكيولاتي. حفاظها بقى من الاخر. انا من تحت فيوزد. ومن فوق ارتكيولاتي. طبعا ما شاء الله هي فيوزد ولا مش فيوزد? فيوزد. ارتكاس في الحركة اداء. عند حضرتك اهو. كله حاجة ايه? واحدة زي ما انت شايف. طيب نخرج برا الشاكيرة ونخرج براها. وتعالى ناخد اخر منطقة. ايه بقى اخر منطقة عند حضرتك? قل لي اخر منطقة عايزك تفهمها. دي عند حضرتك حتى بنقول عليها كوكو سيجل. الكوكو سيجل عند حضرتك ده او الكوككس. اللي بنقول عليها حاجة تانية اللي يعتبر البوني تيل ايه ده? ايه يا مستر ده? ما نسميه البوني تيل. بس طبعا دي حالة اه يعني ندرة ما ينفعش تحصل يعني انت لما تيجي ببص ما تتخدش ما تبصش تحتك والله وراك ما تخلقش. ما عندكش ديل. دي العصوصة. دي اللي بيطلع منها الديل. دي البوني تيل. وفتكيرها. دي ايه بقى? كوكو. كوكي. ده كوكو. او كوكي تسمعها كوكو. تقولها كوكي اللي نفسك فيه. كوكي. كوكي دي ايه? كبيرها صغيرة. صغيرة جدا. دي اصغر حاجة. بقى تاني كده من الاول. تعالى بقى لو انا عايز اعملها تاني من اول. يبقى احنا اتفقنا. سيفن. سيرفيكال. اهو. بعد كده. تي 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 تولف ده لارجر. بعد كده. لامبر لارجست. بعد كده بقى. ها? ساكرا ها? برود وفلات. الله يفتح عليك. ودي الايه? خمسة اكبر ولا صغيرين? لا بيصغروا. لانهم ما احنا قلنا? الحوت كله على رأي الشاكيرة ايه? من فوق ومن تحت بس بقى على اخر حتة دي. كوكو الصغير. الاربعة الصغيرين دون ايه? كوكي. عند حضرتك او الكوكيكس. كوكي سي جل. او افتكارها كوكي جل. كوكي حطة جل برحتك. دي اصغر حاجة عندك. دي في اخر العمود الفقري. يعني في ناس بتعتبارها في منطقة الحوض ولكن هي ممكن تتخطى منطقة الحوض عندي. ات زين. دي من كان بقى من تلاتة وتلاتين سوري من تلاتين لتلاتة وتلاتين. وهم كان اربعة برضو 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 وهي دي ازا ما قلت لك اللي بيخرج منها البوني تيل او الديل الصغير. طب بقول لك ايه دكترا ما تيجي الفيديو ده كله نلمه كده في السخان انا او انا عارف انك هتعمل الريكاب بس عايز نلمه كده في جدوى. اهو يا باشا. وهطلع بكونكلوجيا مهمة جدا في الحيطة دي. يا باشا احنا اتفقنا. البرتبرا لكله شكران. كم فرتبرا? سيرتي سري فرتبرا. كم ريجون? فايف ريجون. بص انا بلخص معاك الدنيا كلها. الفيديو في الاخر ايه? التيتا في الاخر اللي بوسة. بس اللي بوسة برضو جايلك ما تقلقش. هتاخدها هتاخدها. هتلاقيها في اخر الفيديو. اتفقنا مع بعض. بنحفظهم ازاي ها? سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة. اسمع صوتك. سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة. حل. السبعة من واحد لسبعة. الاتناشر من تمانية لتسعتاشر دي مهمة جدا. الخمسة من عشرين لاربعة وعشرين. الخمسة من خمسة وعشرين لتلاتين. انا اسم. خمسة وعشرين اه لتلاتين. لأ لتسعة وعشرين انا اسم. الاربعة من تلاتين لتلاتة وتلاتين. حلو اتفقنا مع بعض عند ساعاتك. اول واحدة. اتفقنا عند حضرتك. دي كبيرة او صغيرة اقلك لها مستر دي موضرة. طب تي 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 تراصك. قلنا لارجر. طب ومين اللارجست لامبر. يبقى انا وانا نازل. عند حضرتك. من واحد. لاربعة وعشرين. اللي بيحصل. انكريز ان سايز. عندي ساعتك. بكبر في الحاج. اتفقنا. فيين السيفن في النك. فيين التول في الشيست. فيين الفايف في الابدومينال ريجون. اتفقنا على كلام شاكيرة من فوق. من واحد لاربعة وعشرين. على رأيي الشكاكة بتهزها فوق وتحت زي ما انت شايف كده اهو. كلهم كان حلو. تعالي بقى من اول خمسة وعشرين. ايه اللي حصل? لا استنى بقى. ابتدى الحج يصغر. برود وفلات. ثم سمول. كوكي سوير سمول. زي ما اتفقنا مع بعض الكوككس. ان الحج مبتدى ايه? يصغر. يبقى من خمسة وعشرين. لتلاتة وتلاتين. بيحصل ايه? ديكريز. ان سايز. طب ازاي بيقل في الحجم? ده الوزن عالي قال لك لا اصلهم ايه? في ملتحمين. ودول بيبقوا في منطقة ايه? الحوض او في نهاية الحوض. طب استنى بقى معايا واحدة واحدة. معاك كم عظمة? عظمة? ما هي هي فقرة? لا. ما هو بص بقى التركة. انا دلوقتي في فرق بين الصورتين دول. تركة هنا بقى. دي فقرة. صح? بعظمة. دي مش فقرة. دي فقارات. بس كم عظمة في ايدي? ماسك كم عظمة? ها? واحدة. ايه ده? اه? وهم ما يلتحموا مع بعض بيشكلوا لي كم عظمة? انا مسك كم واحدة? واحدة. يبقى في فرق شاسع بين فقرة وعظمة في السؤال. يعني كده هنا بقى التركة. اني انا بعتبر الساكرة لكلها بعظمة. الخمسة بواحد. وبعتبر كوكي الصغير الاربعة بواحد. عد كده اربعة وعشرين. خمسة وعشرين ستة وعشرين. ايه ده? ده سيرتي سريفر تبرة. بيه? الله يفتح عليك. بكام بوينتي سيكس بونز. خلي بقى كم التركين. بستة وعشرين. ليه بقى. لان من واحد. من الاربعة وعشرين. كان كل فقرة لوحدها. فكل فقرة محسوبة بعضنا. لكن الخمسة الاخرينيين كانوا واحد. حاجة واحد. والاربعة الاخرينيين كانوا واحد. فانا عندي اربعة وعشرين اهو. وايحط عليهم اتنين. يبقى التوتل كام. الله يفتح عليك. يبقى التوتل ستة وعشرين. يبقى خلي بالك. ودي نقطة مهمة. يبقى التلاتة وثلاثين فقرة. من اصل الميتين وستة بتحسبوا على انهم ستة وعشرين عظمة. ستة وعشرين عظمة عندي. في حتة هنا بنكة معرفة. عايزك تخلي بالك منها. وهي لو خدت بالك. شاكيرة وهي كان بتهزها. يمين وشمال. تلاقي دايما كان في ايه انحناء. شو لك البيت دي كيرفي. صح. ايه فكرة كيرفي. ليه بنقول عليها البيت دي عند حالاتك تعتبر اما الوضع او كيرفي. بنكة معرفة باشا بيولوجي. ان العمود الفقري مش ستريت. فيه انحناءات. بس انحناءاته في ايه قدام وراء. قدام وراء. فيه اربع انحناءات. الاربع انحناءات دي ليه عشان يعمل بالانس. يا باش انا واحد مثلا كرشم دلد المترين. ولعمود الفقر وراء ايه اللي يحصل هقع. ما اخلي بقى من حتة لازم يكون فيه اتزام في الاوزان. لان فيه وزن للجسم قدام وفيه وزن. وراء. فيه وزن قدام وزن وراء. وانا لو كرشم دلد المترين يبقى الوزن اللي قدام اكتر. طب ما كده حمل على العمود الفقر. فليزن عمود الفقر يوزع الاوزان. فخلي بالك ان البرتبرا الكولوم فيه اربع منحنيات. اهو. السورفيكل لجوه. السوراسك لبرا. اللامبر لجوه. الساكرال والكوككس لبرا. فخلي بالك منها كتريكة عشان لما يجيبوها. يبقى خلي بالك. دايما هتلاقي عند حضرتك الرقبة. لجوه. الرقبة بتاعت محملة جوه مش لبرا. لكن الظهر الرامل برا. القطنية لجوه عشكده في كيرف. اهو بص المنزر. اهو. ادي الالوازة. ما هي بتبقى مالوازة بسبب كده. كيرف اهو. لجوه. وده لبرا. فلو سألك ركز في دي قوي. اتنين زي بعض في يبقى مين ومين? تعال اللامبر. زي بعض هما الاتنين. اهو. السورفيكل هو هو اهو. زي مين? زي اللامبر. اهو. طب استني. طب انا بقى مين التاني اللي زي بعضه? اهو. الثوراسك هو هو. السكر الهو هو اهو. خلي بالك من حيك تدي اوي. شفتها يا ما سنين في تشوز. ممكن يستطع عادي. وموجودة عندك على فكرة بنك ما عارف موجودة في كتاب اصلا كراسنا. ما خلي بالك. يبقى السورفيكل لجوة. وبرضو اللامبر لجوة. السوراسك لبرا. السكر برا. ليه? واحد البالنس. يا باشا حالة الاتزان. انت ما تجيش تعمل كده تلاقي نفسك وقعته. ولا تعمل كده تلاقي نفسك وقعت في اتزان رايح جاي. بيوزع اوزان. اتنين. امتصص الصدمات. انت عند حضرتك اي خبطة بتتخبط في العمود الفاكري ما يتكسرش بسهولة. لو ستريت. فهو بيمتص الصدمات لانه رايح جاي. تلاتة بيمنع الاصابة اللي بتحصل في الاسبنلان كول. بالبلة دي ما ينفعش التلاتة وتتين فاكرة اي فاكرة منهم بسهولة تتحرك. مش هقولك تتكسر. فهو بيوزع اوزان. لانه عليه حملة. فبالتالي بيساعد في امتصاص الصدمات. فبالتالي بيساعد في الاتزان عندي. في فيديو برضو جايب انهولك كده برضو عشان تتخيل القصة. اهي. ادي يا باشا الفرتبرال كولوم. و ادي بتاعته. اه بص معي كده. شكل السرس الابعاد بتاعنا. وبرضو هتلاقي في فيديو في الاخر الحصة. انا مسك لك عندي بسري دي. ادي الفرتبرال كولوم وهوت. زي من شايف اهو. اتقسم لخمس مجمع زي مقبتلك. او خمس مناطق. اول منطقة العنوكية السورفيكل. شايف مينها كم شاك تلات اشكال. ادي اطلس. ادي اكسس بيلفه على بعض مئة ثمانين. و ادي بقيت من ثلاثة لسبعة. ادي تي 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 ثراسك ودي لارجر ودي موجودة في الصدر او في الضهر. ودي مسؤولة عن ثراسك كيج. زي ما انت شايف هنفهمها اكتر. بعد كده ادي شايف ادخن واحدة. وعلى حمل عالي. واتفقنا في اربع عشرين فوق كلهم انت من فوق لكن تحت بقى انسي معي شايف الخمسة دول ساكرال فيوزد فلات وبرود وبيصغروا تدجان لو مرحمين في الحض بيوزعوا اوزان وقادي كوكي الصغيرة اللي اربعة كوكي الصغيرين في الاخر العصعوصة عند حضرة رجبين نسبائي. بكده بنكون خلاصة فاصل فرتبرا الكولوم ولكن رحلتنا لسه ما انتهيتش. فاصل وهنرجع على فاصل وارجع لك دي. وارجع نقولك اده كاترة وتعالي رقا نطلع من الفرتبرا الكولوم ونخش في كلمة فرتبرا. هنتكلم عن فاكرة كاملة او مثالية. يعني هي فيها كل حاجة. فيها كل التفاصيل. لما جينا نتكلم على الفرتبرا بتاعتنا. خليب بجمع من قصة دي اوي. ابتدينا بحتة مميزة جدا. مقطع او جزء مهم اوي اسمه سنترم. حتة دي كلها. حتة دي كلها اسمها سنترم. حتة دي كلها اسمها ايه? طيب. ايه بقى سنترم دي? ركز بقى معي اوي في حتة جاي دي. قال لي ده انتيريور انتيريور? ازاي مستر انتيريور? انتيريور يعني ايه? امامي. تقول لها مستر امامي قدام. يا مستر ايه ده? يا دكتور مينا ايه ده? الفيديو بدايتو ملو لغبطك ده ده انا شايف فيه فوق وفيه تحت لا. هي مش فوق وتحت الصورة. دي قدام وورا. قدام وورا. يعني ده خلفي. مش فاهم. عيني. من عندي قبل عندي. يا باشا. تعال كده زون معي. مش هي دي الفكرة اللي انت شايفها قدام عينك. صح? هتقول لي اه هي دي. واللي انت مسكه بايدك ده. ده. اهو? ده. مش هو ده السنتروم. اللي هيس كنت تبكلم عليه? اهو. هتقول لي طب ما انت شايف اهو قدامه ايه? وورا. ولا فوق وتحت قولي انا شايف فوق وتحت قولك لا. اعدل بقى الفكرة اهي. ده بقى المنزر. ده يا دكترة اهو. ده من قدام. ده من قدام. يبقى اكيد كل ده منين من وره. يبقى تاني بقى بص معيه قوي. الجزء ده السنتروم ده. من قدام. الجزء العظمي دي العظمة التخينة دي قدام. قدام يعني ناحية البطن. دي قدام. ودول وره ما احنا قلنا. انتيريور بوستيريور. انتيريور قدام بوستيريور وره. فهي عظمة عندي. جزء منها قدام وجزء منها لوره. عندها بروسس اطراف او زيادات خلفية. يعني العظمة دي طلع لها اطراف. بس اطراف دي ايه? وره عندي. مش فاهم. مش متخيل. هتليها بشة? الله يفتح لك. ايه صام اللي مبهدلينه معنا ده. اهو. تعالا يا عم حمادة. اهو بص حمادة ده. وركز كده معي. حطه بس على الخزوق بتاعنا. بص كده معي واحدة واحدة. بص. كبر لي كده هنا. اهو. شايف? ايه هو ده السنترم بتاعي. شايف? في الوضع التشريحي للعظم. السنترم قدام. اهو. السنترم قدام. بص بقى. هلف لك عصام ده كده دقيقة. ايه ده? بص وره. الله يفتح عليك. شفت ايه وره? شايف? اهو. البروسس وره. حتى انت بتحسها على فكرة. انت مش ظهرك لو انت حطيت ايدك على ظهرك. هتحسني في ايه? زي شوكة. صح? هتحسها انت لو عالم عظم وعرس في نفسك هتحس بيها. فين بقى? وره. يبقى السنترم من قدام. اهو. بص منظر اهو. ادي ده السنترم اهو. اللي انت شايف اهو. الحتة ديسك ده. الديسكات دي اسمها ايه? سنترم. الديسكات دي اسمها سنترم. يبقى تعال بصيلي هنا اهو. واحدة واحدة نكبر كده اهو. اهو. ان الصورة اللي في الكتاب عاملة كده. بس دي مش صورة حقيقية. ده كده كأنه بصص على الفقرة من من فوق. هو عايز يوريك ملامح الفقرة كلها. فعشان يوريها لك كلها بصلك عليها من فوق. لكن الفعليا لا هي كده. ايه اللي ناحية الكاميرا? ايه اللي انت شايفه قدام عينك? انا شايف السنترم. يبقى السنترم قدام. مين بقى مستخبي ورا البروسس الزيادة دي? يبقى فهمت الفكرة? يبقى ايه الفكرة في كده? يبقى تاني? يبقى تعال نرجع ليه? حمادة? يبقى في حمادة زي ما انت خدت بالك كده ايه? اهو. الفرتبرة بتاعتي لها شكل معين وترتيب معين. من قدام اهو. اللي قدام ده اسمه ايه? ده السنترم. من قدام ده السنترم اهو. قدام اهو شايف اللي انا بلعب فيه من قدام ده. ده السنترم. من وراء بص بقى البروسس اهي. دي وراء عند حركة. يبقى انت كده فهمت ليه? تخيلت القصة عندي. طيب. يبقى نرجع لكلامنا. يبقى اهو. عند حضرتك. يبقى احنا اتفقنا مع بعض. اهو. يبقى السنترم ما تخدش لما سمعت كلمة ايه? انتيريور. اهو انتيريور. السنترم. القطعة العظمية اللي انا بحكي عنها دي. دي فين? قدام ولا ورا هي من قدام يا مستر راحة الباطل. انتيريور. الجملة بعدها ثيك بوني بار. طبعا. قطعة ساميكة عظمية طبعا. لان هي دي اصلا الحمل كله عليها. الفكرات كلها تحت بعض في محملة في القطع دي. حيث دي مهمة جدا. فهي لازم تبقى قوية عندي. با اول حاجة احنا اتعرفنا على الفرتبرا فيها اني عندي حاجة اسمها سنترم. السنترم ده قدام ولا ورا? قدام قدام يعني انتيريور. طب حاجة تانية. يعتبر عند حراف السنترم ده سين ولا سيك? لا. عشان يخلي الفقرة قوية عندي. ما تبقاش ضعيفة وما تكسرش. لان الحمل عليه الوزن كله عليه. كلام جميل? طيب. اللي لقناه بقى عند حضرتك. على جناب السنترم. بص بقى. اه. في حاجة غريبة جدا. فتكرة. تي ترانسفرس. بص بقى. هلاقي عندي ساعتك حاجة شابه حرف التي. بص ايه. في كده. ترانسفرس. على جناب السنترم. ما هو ده السنترم. او التي بتاعت ايه. على جناب السنترم هنا وهنا. في حاجة اسمها ترانسفرس بروسس. زوائد عرضية. عرضية يعني بالعرض. على الجناب بالبل. لاترال. على الجناب. مش متخيه. اهو يا باشي. بص كده. اهو. بصي لي كده لو سمحت لحظة. اهو. زوم لي كده عليها بعد ازن. بص كده. اللي انا شايفه. السنترم من قدام. واخد لي بالك. فيه ودنتين على ايه. على جنب. زايدتين اهو متى. عند حركة. بالعرض. يعني ادي هي الفكرة بالطول. هو بالعرض. اهو. مش كده لك حرف التي. ترانسفرس. دايما في زايدتين على الجناب. اسمهم. طب ايه قصتهم بقى ازاي ديتين دول بيعملوا ايه او ايه حكايتهم وايه وظفتهم. تعال نشوف. اهو. تو بوني بروسس. اكسدنت لاترال جانبي. بيعتبروا زوائد عرضية او جانبية على الجنبين. عند حضرتك. طب دول فايدتهم ايه بقى بص اللعبة ايه ده ايه ده ايه. ان المكان ده بيباد فيه حاجة اسمها الرب. ايه ده الرب. اتضلع. ده المكان اللي متثبت فيه الضلوع. وزيه بالزبط ده المكان اللي متثبت فيه عضلات الظهر. عند حضرتك. يبقى بص التريكة بقى. ان المكان ده مهمة جدا. ان المكان ده بيبقى شبك في عضلات الظهر. فبيفرد العمود الفقر. عضلات الظهر جديد اللي فر ده. الجسم. ما انت شوية الفقرات الثلاثين فقر دول ايه? فوق بعض. فقرات عادية جدا فوق بعض. لكن الفكر ايه اللي يخلي الفقرات دي مسكة في بعض? العضلات. العضلات شداهم. عند حركة. فالمكان ده متثبت فيه العضلات. ونفس المكان ده متثبت فيه الضلع. بص المنزر اهو. بص ده. ده الرب اهو. ده الضلع. اللي انا بلونه لك ده. اهو. ده الضلع. اهو. بص الضلع بقى. شايف المنزر بيت فين? بصوا كده. شايف? ادي السنتر. اهو. دي مين اللي حرفي تي ترانسفرس. بروسس. اهي. فهمت الفكرة? فهو يعتبر بيباد فيه مش متخيلة. يا بشة من عندي قبل عندي. اهو. ده الضلع الحقيقي. اهو. ده اللي هو انت بتاكله الريش. بص المنزر بص الحلاوة اهو. مش انا كنت مسكولك كده اهو. اهو. مين قدام؟ انتيريور سنترون. مين بقى؟ عند حركة بالعرض. مين لاترال عالجناب. اه. تي 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 ترانسفرس. بص المنزر يجي الضلع بقى كده. اهو. يباد هنا. بص بات ازاي. شايف ليه مكانه عند حركة يباد فيه. هنا. عشان يظهر الثراث الكيج. او حتى عضلات الايه? الظهر. يبقى الفكرة في كده. يبقى ركز معايا. شايف المنزر? يبقى الجناب دي عند حركة عاملة زي الايه? عاملة زي الحضن. بتحتضن الربس. فهمت الفكرة? اهو. وتاني برده وراكيب. انا كده. اهو. السنترون وقادي مين عالجنبين الترانسفرس بروسس او حرف تي. انا واقف حرف تي اهو دلوقتي. طب ايه فكرة? الفكرة ان المكان ده السنترون بالترانسفرس بروسس ده المكان اللي هيباد فيه مين? الربس والايه? والمصر. مش متخيلة. نجيب مين تاني? حاملة. تعالى يا حامدة. نبص كده على حامدة. نبص على حامدة. ونزوم عليه ونشوف الصورة بتاعته. بص يا باشا. تعالى ايه? نكبر كده ونزوم على الاخر فكرة واحدة. بص المنظر. بص الصورة نكبر قوي كده. زوم قوي. بص المنظر اهو. شايف الحتة دي? شايف? هتلاقي كل فكرة طلق لها زي ايه? زايدتين. عالجناب هم انت. اهو. شايف? شايف? كمل بقى كل فرتبرة طلق لها طرف يمين وطرف يشميل. شايف نهاية الطرف ده مين? ايه ده? ده 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 اهو. تاني. بص ما عشان تتخيل المنظر. اهو. كل فكرة من الفكرات الاثناشر فاكة تيت 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 سراسك. تولف سراسك. فكل فكرة من الاثناشر دول اهو. شايف? طالق لها ايه? تي برضو ترونسفرس. ادي تي. اهو. زيادة يمين وزيادة الشمال. الجناب دي الاطراف اليمين والشمال دول انت شايف فيهم ايه بقى اه? الله يفتح لك شايف? كملهم كده تلاقي ايمين الرب بتاعي. الدلع. فهمت المنظر? يا بقى شايف المنظر عند حضرتك اهو قادي كل فرتبرة وعلي منها وشملها في ايه وده منهم يمسك سرسكيش ده مش بس كده ده كمان اهي شايف هنا برضو اهي طب دي بتعمل ايه مستر الزوايد اللي عالجنبي دي بتعمل ايه عضلات الظهر عضلات القطرية باشا والعضلات دي ماسكة في ايه لماذا في الهوة ولا ماسكة في العظم ما هنا في عضلات في المكان ده عشان يفرد الظهر يشد الظهر يعدله ما تبقاش ايه واقع كده يعدلك الظهر عندي فهنا كل البروسيس دي ان كانت تمسك في الفرتبرة ايه سوري ايه تمسك في الربس او تمسك في عندي طبعا احنا تعبين حمادة بس كد ترسيره معانا النهاردة ويا رب تكون فهمت في الاخر يعني حمادة خلاص طلع عينه يعني انهم موقفين وقف حتى غريبة طيب يبقى تعالى نكمل كلامنا عند حضرتك اهو يبقى احنا بالنسبة لنا اهو يبقى تاني نمسك كده ايه واحدة واحدة ايه ده اهو مين من قدام السنترم مين على جناب السنترم تي تي ترانسفرس افتكر حرف تي يمين وشمال حرف تي سنترم بالتي يمين وشمال ترانسفرس بروسس هي دي الفكرة ودي يبقى فيها مين اهو الرب يبقى او المسك يبقى تاني لحد ما وصلنا نرجع كده تاني واحدة واحدة يبقى افتكرها معايا من الاول يبقى احنا زي محفظنا كده تاني اهو يبقى احنا اتفقنا مع بعض لان احنا عندنا السنترم قلنا ايه انتيريو تي 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 ترانسفرس بروسس تي 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 ترانسفرس بروسس اهي اكتيل في النص دي من وشمالها ترانسفرس بروسس عند حرف اهي تي 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 ترانسفرس بروسس ان انا عندي تو لاترال بروسس عند حرف وقلنا زي ما فهمتك المكان ده بالمكان ده اللي بيقعد في مين الريبس او المسلز عندي طب في ايه تاني قال لي ايه بقى ورا السنترم ورا السنترم تظهر حاجة غريبة جدا اسمها نيورال رينج او لها اسمي تاني بوني رينج هتقولي طب يا دكتور هي بوني رينج دي مفهومة مع انا برضو مش مش متخيلة معك بوني رينج يعني ايه حلقة عظمية عاملة زي خاتم عظمي هتقولي في خاتم اه اهو يا باش شايف الخاتم ده اهو اللي انا بدخل في اسبوعي ده مش تشبه الخاتم كده طب طب ليه تسمى نيورال رينج لان الخاتم ده عند حارتك هو ليه خاتم متفرغ ليه من جوه ليه فاضي من جوه عشان مين هيعدي ايوة تكر الفيديو اللي فات سباينال كورد يعني فيه خلايا عصبية بتعدي منه حبل الشوكي فهو اسمه جي من اسم نيورال رينج على السنة بيعدي فيه الخلال العصبية اللي هي نيرفاس سيستم او نيرف سيلز اللي هو السباينال كورد يبقى خلي بالك بقى المنظر يبقى بصي ليه تاني بصي بعيد معك اهو مين من قدام سانترام انتيريور ثين ولا ثيك ثيك بوني بارت طب والسنترام تي في النص تي 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 ترانسفيرس بروسس على جنابه على جناب السنترام في النص في مين؟ ترانسفيرس بروسس بيبات فيها الريبس والموسلز طب فيه الرينج السؤال بقى الرينج هنا قدام ولا وراه يعي انت شايف او كده الخاتم فين انت شايف الخاتم شايفه ولا لا مش شايفه لان الرينج اهو ايه ده يبقى الرينج كده ايه؟ بوستيريور توزا سنترام صح هو يعتبر عندي ورا السنترام اما ورا السنترام بص المنظر هو وراهو ما هو الخاتم اهو انا حطت صباعي فين؟ في الخاتم والخاتم ده فين؟ ورا ورا السنترام ورا السنترام مش قدامه وراه زي ما انت شايف اهو طب حلو ورا السنترام بقى ييجي السؤال بقى هنا في الحتة دي وخذ لي بالك بقى من حاجة الخاتم اخره خزوق سباين شو كان اخره خزوق يبقى راكس تاني يبقى انا من اوله جديد من هنا من قدام في سنترام اهو السنترام فين؟ من قدام انتيريور وقلنا سنترام تيف النص على جنبها ترانزفرس بروسس وقلنا نيرو رينج فين قدامه ولا ورا الخاتم؟ ورا ورا السنترام واخره خزوق سباين بس خلي بقى لك بقى الخزوق ده جاي لك من فوق ولا من تحت؟ بص بقى الحتة دي الخزوق دايما لتحت الشوكة دي دايما لتحت نسميها؟ نيورال سباين ونيورال برضو جاي من اسمي نيورال كان نيورال رينج نيورال سباين شوكة عندي شوكة دي عند حضرتك ايه؟ الشوكة دي فين دايما تجال تحت؟ يا ما انفعش تبقى كده؟ عشان كده خلي بالك في الصور لو جاب لك صورة فاكرة لازم الصورة تبقى وضعيتها كده ان لازم الشوكة لتحت هتقول لي مش متخيلها اهو يا باشا بص كده الشوكة بتاعتك كده صح ولا كده صح؟ تقول لي يا مست اعدلها كده لازم لتحت وميزة لتحت ليه افاهمك؟ الشوكة دي ميزتها ايه؟ بتغطي بيتحمي على قد ما تقدر مين؟ هو مين اللي بيمر هنا؟ الله يفتح عليك الاسباينال كورد عشك اسمها نيورال سباين لانها بتحمي الاسباينال كورد فالشوكة دي ايه؟ بتضلل على الاسباينال كورد بتحاول تحميه بتغطي عليه وهو بيعدي بين الفقرات بص على القلم مش هتعرف تشوف القلم ليه مش هتعرف تشوف القلم؟ لاني الاسباين مغطيه ودايما بتغطي منين؟ من فوق من تحت لتحت وانا قلتلك الخزوكة جايلك منين؟ جايلك من تحت عندها حضرتك فهو هتنساها يبقى تاني من الاول تاتاتا واحدة واحدة مع بعض عندي ساعاتك يبقى احنا من الاول يبقى اتفقنا عندي ساعاتك اهو اني انا هي في الاول اسمها بوني رينج بص الرنج اهيه هي دي نفسها حتة دي كلها اهي العظمة دي نفسها ان في عظمة خلفية اهي العظمة دي عاملة زي حلقة منها مفرغة اهي فهنا البوني رينج ليه تسمت باسم نيورال رينج عشان هيمر من خلالها طب هي فين الخاتم ده وراء والقدام اتاتش تو سنترم ايه بوستيريور ما هو السنترم هنا انتيريور هي بقى فين وراء بوستيريور هي قاعدة وراء عند حضرتك عندي بوستيريور طب استنى اتكاري اتزاباك ابوني بروستس اخرها خزوق والخزوق ده دايما فين اي خزوق بناخده من تحت اي خزوق تحت دايما دايريكت الدونورس دايما تحت اهو طب تسمى بايه نيورال سباين سباين يعني شوكا عند حضرتك وتسمى نيورال ليه لان هو فكرته بيضلل ويغطى على مين بيغطى على سباين الكورت اهو اتسمى باسم نيورال سباين عند حضرتك طب التجويف نفسه بقى القناة دي اسمها ايه اللي هيعدي فيها الله هيكرمك اسمها نيورال كانن بخلي بالك في نيورال رينج نيورال سباين نيورال كانن نيورال رينج ده عظمة في شكل خاتم مستخبية وراء السنتروم اخرها خزوق اسمه نيورال سباين دايما الخزوق اللي تحت ليه عشان يغطي ويضلل على سباين الكورت القناة نفسها اسمها ايه نيورال كانن اللي هيعدي منها سباينال كورت عند ساعتك يبقى تاني لحد ما وصلنا كده تاتاتا 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 من الاول اهو يا باش اهو بست دي وضعية الفاقر امشي معي واحدة واحد اهو تعال نبتديها ابتدينا مين من قدام انتيريور سنتروم سنتروم وانا سنتروم تي في النص اليمين التدي على جنب السنتروم مين من وش ماله عشان يبقى اهو اهو مين من وراء السنتروم الختم بتاعي الرنج الجميل ده اسمه نيورال رنج طب تسمى نيورال رنج ليه عشان سباينال كورت بيحوط سباينال كورت طب استاد نيورال رنج ده اخره شوكا خزوق اسمه نيورال سباين والخزوق دايما فين لفوق ولا لتحت الخزوق دايما لتاحت الخزوق دايما لتاحت وعشان يضلل على السباينال كورت ويحميه طب اتفقنا بقى القناة بقى اسمها ايه التجويف ده اسمه ايه اللي بيعدي منه سباينال كورت اسمه نيورال كانل عندي طيب السؤال بقى هنا هل الكلام خلص قلت لك لا فيه تركة عند حضرتك وبنك معرفة خلي بالك منها يعني حت دي بنك معرفة بقى هي لابل في الكتاب بس لازم تخلي بالك مترك لما تيجي بص على الفقرة بتاعتك نبتيجي بس بالصورة الاول هتلاقي عندك اهو بص بقى معايا ادي مين السنترام اهو اللي موجود فين بص انتيريور متفق على كده متفق سينترام تي ترانزبيرس بروسس يمين وش مال اهو احنا قلنا السنترام من قدام تي ترام تي في النص يمين وش مالها ترانزبيرس بروسس طيب واتفقنا قدي الرنج بتاعتي اللي وار اللي اخرها بوستيريور خزوق خزوق ده اسمه ايه نيورال سباين الخزوق بتاعي طيب ولكن الغريب في القصة تلاقي حاجة غريبة قوي فيه ودنتين ودنة اهي اللي انا بلونة بالله ازرق دي وهي ودنة تانية بص تحس ان هي ايه ورا بص ايه اللي انا بلونة بالله اخضر دي الودنتين دولة على كلام الكتاب اسمهم ايه الودنة اللي قدام سميناها انتيريور على سنها قدام والودنة اكيد اللي وارا سميناها بوستيريور وارا بس ايه وظفتهم فتظهر كلمة غريبة جدا ايه ده ايه ده مش دي كلمة اللي كنت بتتكلم عنها في الاربعة عشرين فاكرة اه بتاع الشاكيرة سبعة اتناشر خمسة اه مش فاهم ايه علاقتها بالجملة وايه كسة قدام وورا مش فاهم ايه ده بس خدني عرهادي افاهمك ما هم الودنتين دول العاشق والمعشوق بتاع الفقرات يعني بسببهم الفقرات متمفصلة متصلا بعض وقالك ان الفقرات سهلة ايه تفك عن بعض فهي اللاعبة بقى هنا كده فخلي بالك من التركة ان التركة عند حضرتك في الاتنين دول بس كتابك قال انتيريور وبستيريور بس هي مش الصحة كده كده اسمها سوبيريو وانفيريور في المراجع افاهمك اهو بصي يا باشا بصي لي بقى على دي اهي تاني مش دي الفقرة اللي في الكتاب اه ده ده مين سنتر حلو قوي ده مين عالجناب حرف تي اهو ترانسفيرس بروسس وادي الرينج واخيرا يخزوا اسمه سباين بصي لي على الودنتين دول شافوا الودنتين دول من قدام ده لو في وضعات الفقرة كده اهو الودنتين دول قدام انتيريور بص شايف بقى في اتنين ورا شايف سوابع ايدي ايدي ورا ولا قدام الكاميرا ايدي تعتبر قدام الفقرة ولا ورا الفقرة هنا ورا الفقرة شايف عاش كده الاتنين دول اسمهم بوستيريور طب ودول انتيريور شايف انتيريور ادي من قدام اهو بوستيريور من ورا بس مش دول عاية الفقرة مسته فكان الصح كده اللي قدام بنقول عليها ايه دي فوق مش تحت سو بيريور ده الصح واللي ورا بقى اسمهم تحت ان فيريور فخلي بالك ما تتخضش لو انت بتسرش لو انت بتحل نجوة لو انت بتحل في مراجع هي هي الانتيريور هي هي السو بيريور والبوستيريور هي هي الانفيريور بص كده معايا اهو انتيريور اعدل الفقرة يبقى هي سو بيريور طب بص ليه كده بوستيريور هي هي انفيريور فهي هي طب قديك تخيل قديك تخيل يا باشا ايه بقى وصفتها وبيعملوا ايه عشان دي مهمة قوي بص يا دكتور بص عالفقرة دي انا دي سري دي وما تقلقش يا باشا ده انت هتلاقينا بنعيد ونزيد وانيميشن وفي فيديو انيميشن رايق قوي لك بص المنظر ادي مين من قدام السنتر ومن ورا اللي انت شايفه الرنج وفي الرنج عند عاك شايف الخزوق ليه لتحت اديل سباين بص اللي بقى فيه ودنتين شايف الودنتين فيه ودنتين من فوق وفيه ودنتين من تحت شايف فيه فوق وفيه تحت واخلي بالك الودنتين اللي فوق دول اهمة هم دول الانتيريور او هم دول يعتبروا بالنسبة لي السوبيريور وفيه ودنتين تحت اهم دول اللي هم البستيريور ايه دورهم ايه حكايتهم هيدا بقى السؤال في القصة تعالى بقى اهو انا الايه اهو انتيريور انتيريور عند حضرتك اهو اهو ده الانتيريور هو الانتيريور هو هو السوبيريور انتيريور هو هو السوبيريور انا هو ده الانتيريور مين يباد في حضنه البستيريور مين يباد في حضنه البستيريور بس فكرة في ايه بقى anterior بره posterior جوه anterior نفسه يا دكتور بتاع الفقرة دي يباد في حضن posterior بتاع مين اللي فوقي اللي فوقي مش فاهم برضه تعال اديك تخيل مش معك واحدة وعلا بص كده يا دكتور اهي بص المنظر ادي يا باشا لايه anterior home ودي الايه posterior بص بقى المنظر ركز كده بقى معايا واحدة واحدة بص الحلوة والفن والجمال بص بقى المنظر ايه ده ايه ده ايه ده خدت بالك اللي حصل تاني بص المنظر مين بت في مين شايف الانتيريور اهو اهو اللي انا مسك مين هيخشي بت جواه ال posterior شايف فبقوا عاشي ومعشوق في بعض بقوا حاجة واحدة فهم مش فيوز بس متصلين ببعض يبقى تاني واحدة واحدة تاني من الاول بص المنظر ادي الايه الانتيريور مين هيقعوك جواه ال posterior بس بتاع اني بتاع الفقره اللي فوقيها ال posterior بتاع الفقره اللي فوقيها فيبقوا بيتين في بعض عاشق ومعشوق عنك فيتقفلوا على بعض جدا فتلاقي اللي برا انتيريور ومين مستخب جواه ال posterior ال posterior ده جاي من اين من اللي فوق فهمت اللقطة اهو تاني واحدة واحدة اهو مع بعض بص المنظر اهو تعال بص كده معايا الصورة دي اهي ده مين اهو process شايف بقى المنظر الحتة الجاي دي بص بقى الحتة الجاي دي شايف الايه دي بقى اهي دي ال anterior عند حضرتك الخزوق اللي تحت ده اسمه ايه ده the neural spine ده الشوكة بتاعت هتلاقي طلع منها حاجة كده ده ايه بقى ده posterior articulating process فالفكرة في كده فدايما ال anterior لفوق البوستيريور لتحت هاي دي الفكرة ال anterior لفوق البوستيريور لتحت اهو ال anterior فوق والبوستيريور لتحت عشان كده هتلاقيها في ال AQB والحاجات دي ايه مختلفة ان ال anterior articulating دايما ايه اهو رافع نفسه لفوق anterior والبوستيريور اللي تحت الفكرة عندي ال anterior ده مين هيقعد في اهو البوستيريور بتاع ايه بقى بتاع ال ال اللي قبله بتاع ال ال او ال اللي قبله الفكرة اللي قبله طب وده هيقعد في مين هيقعد في الانتيريور اللي فوق بتاع مين الله يفتح عليك بتاع الفئ Że اللي بعده تفاهمت يبقى هي دي الفكرة بتاعتي ان الفكرة بالبالة دي في السخان الانتيريور اللي فوق البوستيريور الرتحت الانتيريور هيقعد في حضنه البوستيريور بتاع الفاكرة اللي قبله طب والبوستيريور هيقعد في الفقرة اللي بعده وهي دي الفكرة بتاعتها بتاعنا نرجع لها تاني الصورة بقى اللي احنا كنا لسه بنقولها نرجع تاني لها اهي يبقى في تكرها دايما بحفظها كويس الانتيريور لفوق البوستيريور لتحت الانتيريور اكتبها النفس لفوق البوستيريور تحت الانتيريور بيمسك في الفقرة اللي قابله الprevious vertebra بيمسك في الفقرة اللي قابله يعني الفقرة دي مثلا رقم عشرين يبقى هو يمسك الانتيريور يمسك في الفقرة كم كام تسعتاشر صح كده يمسك في الفقرة اللي قابله طب هنا بقى البوستيريور يمسك في الفقرة اللي ايه اللي بعده يعني لو دي عشرين يمسك في رقم كام واحد وعشرين يبقى الفكرة في كده يبقى خلي بالك من الحتة دي قوي قوي يبقى انا عندي الفقرة بتاعتي الانتيريور اللي فوق البوستيريور اللي تحت الانتيريور اللي فوق ماسك في اللي قبله متشعبط في اللي قبله والبستيريو اللي تحت متشعبط في اللي بعده فده قبل وده بعد عشان تبقى دايما انت ايه فاكرها عادي يبقى كده الدنيا سهلة وبصيطي يبقى تاني سريعا اخر مرة يبقى انا مزبط معك الدنيا يبقى من قدام سنتروم وقلني سنتروم ترامتي في النص على يمينها وشمالها بيبدفنه من ريب والمصر وقلنا وراء سنتروم الرنج بتاع اسمه ايه نيورال رنج واخره خزو اسمه نيورال سباين دايما خزوه لتحت مش معنى لتحت عشان بيغطي الاسباين للكل ده اسمه نيورال سباين واتفقنا القناة نفسها التجويف اسمه ايه اسمه نيورال كانل واتفقنا فيه ودنتين ودنتين لفوق ودنتين لتحت اللي فوق اسمه انتيريور بروسس واللي تحت اسمه بوستيريور بروسس وقلنا اللي فوق بيتشعبط في اللي قابله يعني لو انا عشرين همسك في اللي قابله اللي هو كام ساعتاشر ولو انا بوستيريور اللي تحت هتشعبط في اللي بعده واللي بعده اللي هو مثلا واحد وعشرين عندي ودايما الانتيريور في حضب البوستيريور عند حضرة طيب طبعا ده الكلام اللي انا قلت لك اهو اني بيقول لي عندي ساعتك اهو اني كل فرتبرة ببنية اساسة من السنترم وده انتيري ثيك بولي بارت وعندي تو ترانسفيرس بروسس يعتبر اكستيند لاترال انزا تو سايز اوف زا سنترم وفيه الرنج اللي هي نور رنج اللي ورا السنترم بوستيريور وده يد فيه بروسس اخره دايريكت داون وولز وهو نورال سباين ودايما الرنج دي جواها فيه قناة او مجوافة بقناة نورال كانال اللي منها سباين الكول اكستيند تو بروتكت ايت طبعا ده فيديو اهو بصوا المنظر بيديك الصورة اهو تخيلية ادي زا ما انتشاف ايه اللي انا شايفه اللي داخل عليها دا اسمه ايه دا السنترم اهو اهو بالمنظر دا ثيك بوني بارت شايفها الودنتين اهو تي ايي ترانسفيرس بروسس على جناب السنترم اللي بات في حضنها الربس والمسلز بص المنظر دي الرنج وراء السنترم واخرها الله يفتح عليك خزوق اسمه نورال سباين ودايما السباين دايريكتد ايه داون وورز عند حارتك التجويف دا نفسه اسمه الكانل بتاعي النيورال كانل اللي بيعد منه السباينال كورد عندي خلي بلك بقى فيه ودنتين الله يفتح عليك ودنتين اماميتين ودنتين خلفيتين عندي طبعا عند حرك فيه الانتيريور اهمت لقدام اللي هم الانتيريور اللي فوق والبستيريور لتحت الانتيريور اللي فوق وبستيريور لتحت وقلنا الانتيريور بتشعبط في مين في اللي قبله فوق والبستيريور بتشعبط في اللي تحت اللي ايه اللي بعده عندي بكده بنكون أفنة قصة الفرتبرا الكولوم وقصة الفرتبرا ونخش في آخر جزء في حلقتنا وهو الثراثك كيج فاصل وارجع لك تاني وارجع نالك يا دا كاترة وفي آخر جزء فيه الأجزية لسكيلتون خلصنا الجزء الأول وهو كان الإسقل وخلصنا الجزء التاني وهو الفرتبرا الكولوم وفي الآخر فهمنا إيه أنواع أو أشكال الفرتبرا وإيه هي كانت الـ typical vertebra وآخر حاجة في الثمانين عظمة بتاعتنا في الأجزية سكيلتون هو مين؟ الله يفتح عليك ثراسك كيج القفص الصدري هنتكلم على منطقة السدر أو الثراسك كيج طبعا قبل بس ما نحكي حكايتنا ونفهم هو بيتكون من إيه وإيه تركيبه وإيه وظيفته كمان خلي بالك زي ما أنت شايف كده دا كترة الثراسك كيج يعتبر شبه الكيمو كون عامل زي عارف الأورتاس كده الأمة اللي أنت رمتيج تاكل كده كيمو كون وعند حضرك البسكوتة الجميلة هو نفس الكلام دايما شبه الأمة عندي فخالي بالك من الحكة دي مميزة كصفة عامة لي لأنه هو دايما بيكون بالشكل دوت عند حضرتك أخو شبه الكون بالنسبة لي ودي حقيقة إن هو بيكون عامل كده بالزبط عندي فدايما الثراسك كيج إزاي بقى هنجمعه ونخلق الشكل دوت هتقولي طب برضو أنا مش متخيلها أو مش فاهمها تعالى نمسك مين الله يفتح عليك حمادة عندي تعالى نبص على حمادة ونشوف إيه قصته معنا في قصة الكيمو كونو بتاعتنا مع بعض طيب قادي عام حمادة لو جيت بصيت على منطقة بص المنزر هتلاقيه شبه القمع عندي عامل زي الكيمو كونو أهو الأورتاز بص نازل على طالع أهو من هنا صغير ونازل على إيه كبير عندي زي ما وريتك المنزر أهو من صغير لكبير عند الحاجة طبعا دي بتبقى منطقة زي ما اتفقنا في أيوة في الفرتبرا الكولوم إن دي منطقة الشست عندي منطقة لإيه السدر طب تعالا بقى نتعرف عليها أكتر ونشوف بقى ونفصص حمادة دي ونفهم الكصة بتاعتنا تعالا بقى مش معايا كده واحدة واحدة ونتفرج مع بعض بص يا سي الكصة بتقول كالقاتي إني الثراس الكيج اللي إنت بتحكي عليه ده مبني من سبعة وتلاتين عضم طب مين اللي قال كده صفينار يا باشا اللي قالت كده صفينار قالت السدر بسبعة وتلاتين عضمة الله يفتح علي يا باشا بايولوجي 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 فالقصة في كده إن إحنا لما جينا نسأل صفينار يا صفينار فاهمين منطقة السدر عندك إيه الدنيا بتاعتها الأداء فيها إيه قايت لك يا باشا أولا أنا شايفة الثراث الكيج سلايكلي كونيكال إن شيب زي ما قلت لك ما شاء الله الله أكبر عندها كيمو كونو ما فيش منه اتنين تاني حاجة الثراث الكيج عندك يا صفينار قليلي قالت لي أنا عندي سيرتي سيفن بوز أنا عندي سبعة وثلاثين عظم ده الأدل طبعا مش أقل عليها أدلت أدلت بس هي هنا في السورة كبردانة شوية يعني على السبعة وثلاثين عظم إيه هم بقى قال لك اتناشر سراسك فرتبر قال لك واحدة سترنم قال لك اتناشر مش فاهم أي حاجة يا صفينار أنا مش مركز فاهميني أكتر قالت لي يا سلام تعال فاهمك بص بقى في السورة دي عند حضرة ده الأمع بتاعنا سوف نرى ايه بتفاهمنا القصة بتقول ايه إن الأمع بتاعنا في منه anterior قدام و posterior وراء الله يفتح عليك لأن الأمع ده داير ما يدور في الجسم ففيه قدام وفيه وراء فلاقينا anterior اللي قدام عظمة مميزة جدا اسمها sternum اسمها sternum مش centrum centrum ده بتاع الحصة اللي فاتج centrum تيف النص transversal process ده بتاع الفرتبرة ده بتاع الفرتبرة أو عطة لغبة فما تنسهاش ما تنسهاش sternum مش centrum centrum تيف النص transversal process لكن هنا sternum السترنم دي بيقول عليها عظمة السدر عشي كيف بقولك هي السدر سفينار بتقولك ده السدر هي ده عظمة السدر sternum السترنم دي pressed bun ودي بتبقى كام عظمة ما شاء الله عليها عظمة بس عظمة عظمة كبيرة عظمة عظمة السدر وعظمة القص عند حضرتك ودي بتكون من قدام طب وإيه تاني قال لي من وراء عكس anterior أيوة posterior هو فيه من وراء عند حضرتك في السدر وراء العمود الفقري أيوة نوع أي منطقة من الخمس مناطق ده سدر أيوة تي 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 ثوراسك تي 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 تولف الله يفتح عليك فعندي اتناشر ثوراسك برتبرا واخد بالك السبعة والتراتين بتتجمع يعني أنا عندي يا مستر عندي يا دكتور مينة من قدام أيوة عظمة ايه السدر سفينار قالت كده وعظمة كبيرة اسمها سترنب ومن وراء ايه ده ده وراء ده الظهر العمود الفقري عندي تي 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 تولف تي 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 ثوراسك فيرتبرا الله يكريمك فبقى كده عندي كام تتل تلاتاشر طب ايه بقى الكسة اللي فضلة ايه الحاجة اللي فضلة قال لي ظهرت كلمة رابس دلوع طب أنا عندي كم ضلع أنا عندي اتناشر يمين واتناشر شمال تاني اتناشر يمين واتناشر شمال يبقى التوتل كام يقول اتناشر زوج يقول اربعة وعشرين فاحسب معايا كده يبقى التوتل كالآتي اربعة وعشرين دلع زائد واحد سترنم زائد اتناشر يبقى فعلا يا صفينار كلامك كان صح انا بتكلم في سبعة وتلاتين عظمى انا بتكلم في سبعة وتلاتين عظمى يبقى تاني مبدئيا كده صفينار فهمتنا كلام حلوة قوي قالت لو هتبص على السدر خلي بالك من قدام من وراء ايه تي 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 ثوراسك فرتبرا تي 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 طب ودائر ما يدور اتناشر يمين اتناشر شمال 12 pair of ribs او 24 ribs تعالا بقى اخد حاجة حاجة مع صفينار ونفهم ها اكتر ايه القصة بتاعة العظم ده وايه صفاته تعالا نبتدي اول واحدة مين من قدام الله يفتح لك sternum او pressed bone عظمة السدر بص المنزر اهي هي دي بالنسبة لي شايف يا فين انا اجيبها لك اول 360 عشان براجل فاهم عشان وانت بتحل ان انت بص المنزر هي فين قدام ولا وراء مستر لا هي قدام انت شايف قدام مش وراء عند حضرتك طيب ايه المميز في الاسترنم العظمة دي عظمة مفلطحة flat bone مفلطحة اهو بص يا دكتور اهو مفلطحة عند حضرتك بالنسبة لي ما انا قلتلك العظمة دي عظمة ايه كبيرة مفلطحة يا باشا هي دي اللي اصلا عليها عضلات السدر متسبتة وكل ما العظمة دي تجبر السدر يجبر وعضلاته تجبر هي دي الفكرة بتاعتها فخلي بالك فالصفانال بتقولك لا خلي بالك انا عندي الاسترنم دي مهمة انا مهتمية بالمقدمة عشان ايه والمؤخرة عند حضرتك فالفكرة في كده فهي دايما مهتمية بالمقدمة الاسترنم فخلي بالك هي دايما flat bone عند ساعتك بالنسبة لي فدايما العظمة دي مفلطحة عندي ولكن على كلام الكتاب بص بقى هي هي ديت دي كلها اللي استنم قال لي اخر حتة فيها الجزء اللي تحت منها يعتبر جزء مدبب معمول من غضروف عارف كده لما بتيجي تاكل السدر بتاع الفرخة بتلاقي ليه ايه ليه ارقوشة كده في الاخر مدبب هي دي فدايما الجزء الاخير يبقى خلي بالك من يبقى سافنار بتقولك اهتم بالمقدمة اللي هي مين السترنم وهنا احتم بقى ان هي فلات بونز طب خلي بالك اخرها ايه جزء مدبب بكارتلج بقى خلي بالك يبقى هي الجزء العلوي بتاعها عظم الجزء الجزء السفلي بتاعها كارتلج يعني اللي فوق قوي واللي تحت مرن او ضعيف خلي بالك من الحتة دي لكن هما اللي اتنين في الاخر تبع الهيكل العظم بتاعنا فما تنساش الحتة دي عند ساعتك طب عايزة شوفها اكتر تعالى نمسك حمادة عند ساعتك ونشوف لايه الدنيا بتاعته اهو يا باشر هات حمادة اهو تعالى يا حمادة نحطه على الخزوق بتاعنا كالعادة وده اكتر وعب بتبادل معنا في اول حصتين بص يا دكترة كده معايا اهي دي قدام والله وراء انتيريور ولا بوستيريا باشا ده انتيريور اهو بص الانتيريور ده اخره ايه شايف دي حتة اللي بقالعب فيها دي ايه حتة مدبابة صح هي دي مين دي الكارتلج فهي دي عظمة السدر اهي من قدام العظمة دي اللي مسك السدر كله من قدامه دي اسمها عند حراك ايه ستيرنام واللي ستيرنام ده عند حراك اخره point and end اسمها ايه كارتلج عند ساعتك كارتلج عند حراك فهمت؟ طيب تعالى نبص عليه منين من وارها هو ايه اللي وارها مستر السوراسيكفرتبرا تعالي نشوف بقى سفينار من وارها ايه حكايتها بقى في المؤخرة قالتلي المؤخرة عندي السوراسيكفرتبرا تعالى نشوف المؤخرة بتاعت سفينار اوه عيالة تفهمني غلط يلا انا بتكلم المؤخرة فين في السوراسيكفرتبرا اصحق اصحق طيب بص بقى معين ايه اللي موجود في السدر من ورا لواء الظهر ايه بقى في الظهر اتناشر سوراسيكفرتبرا واخدوا ما انا مذكرهم لو تي تي تولف تي 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 سوراسيكفر اي تي تي ما ده اتفاقنا فاحنا عندنا اتناشر سوراسيكفرتبرا من ورا طب خلي بالك دول كانوا من كامل كام من تمانية لتسعتاشر ده في تاريلي من فوق كان في حاجة اسمها ايه سورفكات سيفن فخلي بقى اكمل حتة دي اهيه بص المنظر ده طبعا وضعية انتيريور ده من قدام وده ايه بقى بوستيريور من ورا فانا موريه لك اهو يعني بص الفكرات انا مش شايفة كلها ليه لان فيه من قدام الستيرنم ما يغطيه لكن من هنا بص بقى انا هنا من ورا عندي اهو بص المنظر ادي من نسبالي اهو رقم واحد اهو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر عند حضرتك ادي الاتناشر بتوعي زي ما انت شايفهم عندي ساعتك زي ما احنا اتفقنا عليهم هما دايما من الفرتبرة تمانية للفرتبرة رقم تسعة يبقى احنا كده خدناه سافنار من قدام ومنين ومن ورا ما احنا اتفقنا اهتمنا بالمقدمة ستيرنم والستيرنم انتيريور فلاد بون واخرها كارتليج صغيرة ولما بصنا على المؤخرة بتاعتك يا صفينار قلتلي انا عندي اتناشر سورسك فرتبرة طب ايه اللي عملت كيموكونو الامع بقى اللي قافل ده كمين ايوه فاكر الله يفتح عليك الرب الضلع طب ايه قصة الضلع بقى عندي ساعتك خدنا عنه قصة مع الفرتبرة ايه حكاية الربس بالنسبة لي بص بقى الربس انا عندي اتناشر زوج زي ما انت شايف هو او 24 بصي لي كده من ورا الدلوع مسكت ازاي او ايه شكل الدلوع اصلا تعال بص كده معايا طبعا احنا زي ما فاهمتك احنا معنا دلوع حقيقية جسة زي ما احنا اتفقنا اهو ايه باشا ايه اللي انا شايفه في الضلع بص كده معايا الدلوع بالنسبة لي شايفه اول حاجة ايه كورفت بون ده حقيقية ده الرئيش اللي انت بتاكلها ده الرئيش بالنسبة لي كورفت بون عند ساعتك اهو طيب واخد لي بالك بقى من حاجة الكورفت بون ايه فيها انحناء لتحت بند داونورد ما خلي بالك الامع بتاعك صغير من فوق وبينزل كبير لايه لتحت في المنظر اهو يبقى تاني هي اول حاجة كورفت بون صح الضلع بارة عن عظمة بالنسبة لي اعتبر منحنة او فيها نحناء وتاني حاجة انها نازلة لتحت طب حاجة تالتة مسكة ازاي في المؤخرة بتاعتك يا صفينار قالت لي استنى هو مش هايفة كانت مزبطالك الدنيا هتقول لي هايفة قولك اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده مين ظهرتين فاكره الفرتبرا طب تعال افتيكر كده الفرتبرا قلتلك مين من قدام انتيريور قلتلي سنترم وسنترم تي في النص عند حضرتك تفاكر قلتلي ترانسفيرس بروسسي مين وش ما ومن ورا الرنج بتاعي واخر خزوق دايما لإيه لتحت النيورال سباين واتفقنا عندنا من فوق انتيريور ارتكلياتيج ومن تحت فستيريور ارتكلياتيج السؤال بقى ده ماسك في ده ازاي فاكرها ايوه السنترم والترانسفيرس بروسس هي ايه وظفت ترانسفيرس بروسس فاكر افتكر كده بسرعة معايا ايوه ايوه يلا رد علي قلتلي اه 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 يا دكتور مين انا فاكر الترانسفيرس بروسس يعتبر بالنسبة لي ده المكان اللي فيه هيبات ايوه الرب او عضلات الضهر طب ما بص بقى اه يا باش ايه ده ايه ده ده بات بات فين بات في حضن الترانسفيرس بروسس مع السنترم ما احنا اتفقنا السنترم من قدام وطيف النص يمين وشمالها الترانسفيرس بروسس فالمكان ده كان المكان اللي بات في الضلع يبقى الضلوع عند حضرتك بالنسبة لي مسكت من وره من الترانسفيرس بروسس ومين والسنترم عند ساعتك اهو بالمنظر ده بالزبط حدس ولا حرج اهو بص بيتين في حضن بعض بالشكل ايه ده يبقى دي الفكرة انا ولا همين ولا همين بتمسك في الفقية ولا بتمسك في التحتها انا مليش دعو بالكانال خالص ولا بالسباين ولا باي نينة من القصة دي انا ليا بمين هنا في حكاية الثراث الكتجي بتاعك يا صفينار المؤخرة بتاعته افشة ازاي افشة مع مين مع الربس من وره وايه هي الربس ودايما طب ما تيجي نشوف الكلام ده وراء اهو انا راجل خلاص بقيت فاهم صفينار قطر خير امفاهماني الدنيا كويس او اهي ايه هي الرب يا دكتور اا كورفت بو زاد بين داون وول اتاتش دورسلي مسكة في المؤخرة بتاعتي من ورق مين بالسنترم بتاع السوراسك فرتبرا ما هدي منطقة الظهرة او منطقة ايه السدر ومش بس السنترم ومعها مين الترانسفرسي بروسيس مش فاهم ادي الصورة ايه ده مين الازرق ده ريبس عند حضرتك بص بقى ده مين ايوه ده الترانسفرس بروسيس اهي وده مين ايوه ده السنترم احنا قلنا السنترم من قدام والتي في النص يمين وش مالها اهو يا باشا الترانسفرسي بروسيس اهو اهو مات يمين وش مال مين السنترم زي ما انت شايف اهو وعشان كده انا عندي ترانسفرسي بروسيس يمين ترانسفرسي بروسيس الشمال فعند دلع يمين ودلع شمال عند حرك زي ما انت شايف بالمنظر دوت عندي السؤال بقى هنا طب انت دلوقتي قلتلي يا سفنار انت مهتمية بالمقدمة انتيريور سترنم سترنم والمؤخرة بتاعتك 12 سترنم والمؤخرة بتاعتك 12 سترنم واتفقنا مع بعض الرب بتاعك كان كورفد وداوين وورد وماسك من ورا بايت في مين؟ في السنترم والترانسفرسي بروسيس طب من قدام؟ هتقولي طب ما من قدام مفهوم طالما هو ماسك من ورا في السرنم يبقى ماسك من قدام في السترنم صح؟ صح وغلط؟ صح انا انا اتقولك استنى فكر كده معيه؟ ركز بقى في الحتة دي اه فيه تركة هنا وعشان افهمك التركة اكتر عايز اوريك حاجة واخد لي بالك بين المنظر ده والمنظر ده ايه ده؟ ايه ده يا مستر؟ ده فيه ضلع كبير وضلع صغير صح؟ ضلع كبير وضلع ايه؟ صغير يا نهري سويد ايه ده؟ لا انا عايز افهم اكتر يا دكتر افهمك تعال نجيب مين؟ حمادة دقيقة كده نتكلم معاه تعال يا حمادة تعال نتكلم على حمادة ونزوم عليه كده نفهم الدنيا حلو بص يا سي ناخده الاول دي مؤخرة حمادة او صفنار بص بقى بص يا صفنار كل ضلع من ورا مسك في مين؟ في السرسج فرتبر صح؟ اه صح لكن من قدام لا بيقول لي من الاثناشر زوج او الاربع وعشرين كان واحد كمل يعني تويل كمل لقدام قال لي عشر ازواج فقط او عشرين درج ايه ده ايه ده معنى كده انه في ايه؟ فيزوجين يا واكسة او صير هو ايه اللي قصير؟ ادلع يا لأ ادلع يا لأ او صير ادلع يا دكتورة او صير واكسة ما كملش يا نهري سود هو انا عندي دلع قصير ما كملش؟ اه طب ورهولي كده في حمادة؟ اهو يا باش ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قصير بص قصير اهو هنا وقصير هنا اهو شايفوا؟ اهو اهو مسك من وره في الصورة سكفرتبرة في السنترام وترانسفيرسي بروس طب ومن قدام مش مكمل طب دول كده اتنين اهو فيه اتنين تاني زيهم؟ اهو اللي فقهم اهو بص اهو اهو بص المنظر اهو بص حمادة اقافش اهو بص المنظر اهو قصير فيه اتنين يمين قصيرين واثنين شمال قصيرين يا نهري سود اهو اهو اخر ضلعين عندي مسكين من وره في مين؟ في الصورة بصك فرتبرة بس من قدام مش مكملين اهو بص المنظر تاعي بص قدام كده بص الي كده اهو هاته ورا يعني طبعا عزبنا خلاص يعني بص احنا مسكينه كده مسكة اصلا يعني مبهدليه بص المنظر بص انزلي تحت كده بالكاميرا بص المنظر شايف ادي اهو اهو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اخر ضلعين طب ودول بنسميه فلوتينج ريبس فلوتينج يعني عائم عائم ليه لانه هو بص في هوا هو من ورا ماسك وقفش من ورا طب ومن قدام يا واكسة صير قصير هي ده فكرة طب ليه ليه دكتور مينة انا عندي ضلعين عايمين ضلعين قصيرين ومعنى ضلعين قصيرين يعني سهل ايه يتكسروا قال لي ما هبص المنظر لو الاتنين دول كانوا يكملوا لهنا بص المنظر هياخد من مساحة مين هيقفل على مين هنا ايه رئة ده لو كمل هيقفل على مين على السراسك كافتي هيديا المساحة اللي جوه بص فين وفين فلو ده كمل للاخر ينهر سويد مش هتعرف تاخد نفسك مش هتعرف تخلي الرئة ايه تاخد نفسك فانت موسع للرئة هنا بتديها راحتها يبقى تاني يبقى القصة كالقاتل ان احنا اتفقنا يا صفينار هنهتم بالمقدمة اللي هي مين السترنم ولينا بالمؤخرة الاثناشر سراسك فرتبرة وداير ما يدور الربس الرب كرفيت بول من ورا قافش في مين في الاثناشر سراسك فرتبرة طب كلهم كملوا القدام يا واكسة عندي اتنين زوجين قصيرين قصيرين من قدام ما كملوش ليه عشان يدوا براح لمنطقة السدر عشان ما يرخموش على اللونج في الراسپايريشن يبقى خلي بالك من النقطة دي طب يبقى انا عندي من ورا اتناشر زوج مسكين ومن قدام عشرة بس خمسة وخميسة عشرة عشرة مكملين في منطقة السدر من قدام ويبقى لك ايه الواكسة بتوعك زوجين اسمهم فلوتينج ايه ريبس طب تعالي نشوف القصة دي تعالي نشوفه لازم تخلي بالك تبقى فهمها كويس عشان وانت بتحسبها اهو بص المنظر معايا اهو انا معايا ايه يا دكترة او 24 بيقول لك ايه الكلام بص الكلام بيقول ايه ركز فيه قوي ايه lie all of them are curving wounds attached doorsly بنا قتلك كلهم قافشين من ورا فمين في السورة ولكن 10 بيرز 10 بس من الاربعة 10 بس من الاثناشر زوج وهي دي الحقيقة بص المنظر اهو الاول مكمل التاني مكمل التالت مكمل رابع خامس سادس سابع تامن تاسع عاشر كلهم مكملين اهو اهو بص اهو برسمهم لك وابعيد لك عليهم تاني اهو كلهم مكملين كلهم ليهم مكان اتصال من قدام اهو كلهم مكملين عندي بالشكل انت شايفه ده اهو كلهم مكملين ولكن تعال بقى على رقم كم وكم يعني ايوة من الواكسة القصية رقم كام الزوج الحداشر والتناشر الزوج الحداشر والتناشر وصيارين اهو فتسموا باسم ودول فين they are the last two pairs of ribs اخر زوجين اللي هو رقم كام وكم حداشر واثناشر ودول يا واكسة don't reach to the sternum عند ما بيكملوش عند حضرتك يبقى خلي بالك من التركة دي ومهمة جدا عشان ما يجي اسألك فيها الرقم الضلع مع الفقرة ما تنساش يعني ايه يعني انت عند حضرتك انا عارف ان الضلع رقم واحد ده هيبقى ماسك في الفقرة كام الفقرة رقم الله يكرمك تمانية الضلع رقم اتنين هيبقى ماسك في الفقرة رقم كام تسعة ما خلي بالك ما احنا قلنا تي 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 سوراسك بتي توالف بس توالف فرتبرة من كام لكام من تمانية لتسعتاش فلو قالك ضلع مع فقرة الفرق دايما في الرقم كام اهو شيل تمانية منها واحد تبقى كام سبعة دايما الفرق سبعة السبعة اللي هم عند حضرتك نفسي كلام تلاتة مسك في الضلع رقم كام انا عايز اقوليك حاجة مهم عشرة ادلع رقم اربعة ماسك في فقرة رقم كام حداشر ادلع خمسة ماسك في فقر رقم اتناشر ادلع رقم ستة ماسك في فقر رقم تلاتاشر ادلع رقم سبعة ماسك في فقر رقم اربعتاشر ادلع رقم تمانية ماسك في فقر رقم خمستاشر ادلع تسعة ماسك في فقر رقم ستاشر ادلع عشرة ماسك الفكرة رقم سبعتاشر بص بقى يبقى معنى كده ان من الفكرة التمنى للفكرة السبعتاشر كل دول الدولوع طويلة ومكملة تعالى لي بقى يا عالمين الله يكرمك الفكرة دي ودي كام دي ودي كام ايوة دي الفكرة حداشر زود عليهم بقى خلاص ما انتحفزت سبعة يبقى تمنتاشر اتناشر زود عليهم سبعة يبقى تسعتاشر يبقى خلي بالك الفكرة رقم تمنتاشر وتسعتاشر هم اللي فيهم لكن من الفكرة رقم تمانية للفكرة رقم سبعتاشر كلهم الدلوع فيهم كاملة طب دي ايه المميز ليه في الفكرة تمنتاشر وتسعتاشر الدلعين يا واكسة سيارين انا قلتلك عشان ادي براح للتنفس مش متخيلة يا باش انا اتخيلها صفنار الحمدلله ايه ما بالواجه ما تيجي نبص كده على صفنار وايه بتهتم بالمقدمة الله يكرمك اهو ايه دي فكرة التنفس الفكرة يا دكتور في ايه بقى ليه كان لازم السراسة الكتجي بقى بالمنظر ده وايه اهمية السراسة الكتجي في عملية التنفس هل لي مساعدة طبعا اولا السراسة الكتجي اتعمل كامعة بالنسبة لي عامل زي الكون او اللي يعتبر كيموكون والسبب عشان يقدر يحمي اعضاء مهمة جدا ده مبدائيا وهي زي الهارت والايه واللنج اتنين يعتبر مصدر انتاج للدم ودي هنفهمها قوي عند حضرتك بعد كاف المناعة وده بسبب وجود حاجة اسمها البون مارو النخاع دي انا فهمها حلو قوي البون مارو النخاع ده اللي هو بالبلد كده الكوارع الكوارع اللي هو الله ينور على ساعتك كده احلى مسا عليك الكوارع الكوارع دي او الكارع ان العظم بيبقى متفرغ من جوه وبيكون في مادة عند حركة او نسيج يعتبر بالنسبة لي بيصنع الدم بيصنع كل حاجة في الدم بس الاهم بقى ان هو ساعت في الايه في الريس بايوريشن ازاي بص بقى المنظر انا هديك تخيل الاول واحنا بنتنفس في عملية الانهيليشن والاكسهيليشن اللي بيحصل بص المنظر مش ده الكون بتاعي الامعة هو صغير من فوق ودبير من تحت بيعمل ايه بص انا عملتي ايه ده واخبالك اني وانت بتاخد هوا صدرك بيطلع لقدام صفينار عند حضرتك بالنسبة لي صدرها بيكبر لقدام طب ما هو ده اللي بيحصل فعلا انا الصدر طلع لقدام ازاي بقى اهو انتيريور ليه بقى لان اللي حصل كلقاتي الامعة بتاعي ده عملي جنح كده بص بيجنح اهو بيطلع لقدام فاتطلع بتاعت قدام دي ما كانش ينفع بقى الضلعين الصغيرين دول مكملين هيعيكوا الحركة فانا بعمل كده فلما بعمل كده انا بعملي انا بوسع المساحة بص المنظر المساحة شاف المساحة ايه قلت زادت قلت فلي بيحصل اول حاجة ان هو بيتحرك انتيريور لقدام ثانيا واخد بالك بقى انتيريور لاترال يعني ايه ما هو بيتحرك لقدام جانبيا اهو جانبيا ما هو الضلع عندك بيطلع لقدام وهو كيرفت بالجنب اهو مش هو ده اللي بيحصل اهو بيطلع لقدام بالجنب مش متخيلة بص المنظر اهو شايف وهو بيطلع لقدام اهو في الصورة شايف المنظر شايف اهو بيطلع لقدام عندك اهو بص المنظر اهو اوديك لون تاني عشان تبقى شايفها اهو بص المنظر بيطلع لقدام شايف اهو طلع لقدام بعد كده روح نازل ايه تاني شايف المنظر يطلع تاني القدام. بك ينزل ايه? تاني. بك يطلع تاني لقدام. بك ينزل تاني. فدي كده ايه? انتيريور. بيطلع لقدام. بص بقى التاني. بص المنظر. بص بقى دي. اهو. بيطلع كده. للجنب. ما بيجنح. ما عاش كده امر. بك يرجع تاني. بك كده يطلع تاني. بك يروح مجنح. وهكذا. شاف المنظر? فهو ده المنظر. فهو بيطلع ايه باختصار. اعمل كده وانت بتتفرج عجي. هي دي الفكرة. فانا ايديك هنا اللي بيطلع. بتطلع له قدام. بس هو بتطلع له قدام كده? ولا قدام عالجيناب. عالجيناب. فهمت الفكرة? يبقى انت عند حضرتك. خلي بالك ان هي اموف انتيريور وايه? والاترال. شمعنى? خلي بالك. لما بيوسع المساحة او الفوليوم. ده بقى طبعا فيزيكس وفي النوتس او تريك والنوتس هتلقيني وبتكلم معك في فيديو الاخير. خلي بالك. خلي بالك لما المساحة بتزيد. الضغط الداخلي بيقيل مفيش حاجة بتضغط على الرئة. فالهوى بيخش. لان المساحة عندك الضغط اللي جوة قليل. فالهوى دايما هيتحرك من الضغط العالي للقليل. طب. الضغط بيزيد. الدروع بترجع تضغط على الرئة. فتروح ترضى الهوى الزيادة. فخلي بالك من الحتة دي. ان هي بيتزود مساحة. الايه? السراز الكابتين. بتزود في الفوليوم. فلما الفوليوم بيزيد. بيقيل مفيش حاجة ضغطة اصلا على الرئة. فبسببها بسبب ان ما فيش حاجة ضغطة على الرئة. الضغطه قليل. فالهوى بيخش. تيجي بقى الهوى يخرج. ليه خرج? عشان الضغطة عالي عشان الدلوع رجعت مكانها. اهو. عند حضرتك. والعكس في الايه? في هنا بقى البرشور بيكون عالي عشان الدلوع بتضغط عند حضرتك بالنسبة لي. يبقى خالبك من الحتة دي. يبقى انا وانا بعمل بوسع. بدي براحل الرئة. الرئة الضغط بيقى فيها قليل. هوى يخش اكتر. تسحب هوى اكتر. لكن لما برجع الدلوع بضغط على الرئة. فبضغط على المساحة او بقل المساحة فالضغط بيزيد فالهوى الزيادة. وبكده بنكون تقريبا خلصنا كل الاجزيال سكيلتون. ولكن في حتة كده عندي بنك معرفة عايزك تخلي بالك منها وما تطلغباتش فيها او سهل وبسيطة جدا وهوريالك في حمادة عندي. بس باسين. لو قال لك ايه انواع الربس. هتقول ليه? نوعين طويل وقصية. لا. هم تالت انواع. خلي بالك عشان ليه بنك معرفة. ايه هم? اول حاجة. في حاجة اسمها بالنسبالي عند حضرتك. الترو او الفولس. والاتنين دول في الاخر في الاخر متصلين بالسترن. وفيه الاتنين اللي مش متصلين بالسترن. فانا عندي مبدئيا كده في حاجة اسمها الفلوتينج ريبس دي فاهمينها. اللي هو البير نمبر اهو البير نمبر اليفن والبير نمبر تولف. اللي ماسك في الفقرة بالنسبة لي رقم 18 والفقرة رقم 19. حلو. طب. والباقي. كل دول. كلهم طوال. ولكن تيجي تركة. في حاجة اسمها الترو ريب. والفولس ريب. يعني دلع حقيقي. حقيقي يعني ليه مكان واضح على السترن. والفولس اللي هو يعتبر بالنسبالي ليه عند حضرك او اكتر من ضلع مشتركين في نفس المكان. مش فاهم. بص بقسين. تعال فاهم ساعة. عد معي. بص. قد الضلع الاول اهو. ليه مكان. التاني ليه مكان. والتالت ليه مكان. والرابع. الخامس. السادس. السابع. واخد لي بالك. كل دول بنسميهم الترو. ليه الترو بص المنظر. ليه مكان واضح. اهو. اهو. في مكان هم قاعدين فيه. عند مين? عند السترن. لكن تعال بقى التاني. تاسع عاشر. التلت دلوع دول ليهم مكان واحد. بس. متصلين بمين? بالسابع. فدول بنقول عليهم الفولس. بس هم في الاخر مكملي. وده برضو عشان يساعد على المساحة والتنفس. عشان ما ياكلش المساحة عندي. فخلي بقى. الترو اللي هو منتصل مباشرة بالسترن. في مكان واضح عندك. من قدام. اما الفولس فده من اول التامن للعاشر. وده عند ساعتك تامن تاسع عاشر. وده يعتبر بالنسبة لي. في الفكرة او من فكرة سبعتاشر وستاشر وخمستاشر. وده للأسف ما بيكملش او ده متشعبط في السابع عندي. اهو زي ما تشوف تامن تاسع عاشر متشعبطين في مين في السابع عند حضرتك. وبكده بيكون شرحنا خلص. ولكن زي ما احنا اتفقنا من الكل مرة دايما في حصة الريكاب او جزء الريكاب عند حضرتك اللي هنراجع سريعا فيه ولكن عاملينه بقى بأنيميشن عشان عد ما نزبط لك الدنيا. هتلاقي في الفيديو الجاي. في جزء اناميشن وفي جزء الزتونة او مش هنقول بقى الزتونة هنقول ايه خد اللي بوسة زي ما اتفقنا مع بعض. اهلا وسهلا بكم يا دا كاترة ووصلنا لاخر جزء في حلقتنا النهاردة وده جزء مميز جدا وجزء جميل وتجربة جديدة ليه يقوليك ان احنا نعيش مع بعض البيولوجي في فيديو بسيط قوي في الريكاب وخد اللي بوسة. النهاردة هنعمل بقى هنعمل حاجة جديدة قوي. ايه رأيك نتخيل كل اللي احنا شرحناه والعك وحماده طلع واوه والحمد الله قد ترخيرها الشاكيره واللعب اللي احنا نعبناه كله هنلمه بطريقة بسيطة جدا في فيديو انيميشن انا وانت. ايه رأيك يلا بينا يلا بينا. نبتدي بمين؟ نبتدي بالأجزاء السكيلتون. ايه اللي في الأجزاء السكيلتون خدناه من فوق؟ الله يفتح عليك اللي سكال. تعالوا نتفرج على اللي سكال. اتفقنا في اللي سكال سريعا كده عن ضحرك. فيها حاجتين انتيريور وايه تاني الله يفتح عليك. وقلنا الانتيريور قلنا عليه كلمة مهمة فكرني كده ايوة طب والبوستيريور قلنا عليه ايه؟ طب فاكر السريبرال بارت ليه تقالع عليه السريبرال ما تفكرني كده يا دكترة الله اكريمك ايوة بص السريبرال بارت لان هو كان ايه؟ ايه؟ عملوا كافريتي مهمة قاعد في مين؟ البون. طب وريني السريتت بون دي معلش كده؟ ايه يا سلام من العين دي قبل العين دي بص كده؟ بص 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 حلاوة حلاوة بص كده ايه ده؟ اهو تمن عظمات مشارشاري شايف المنزر بتاعهم؟ اهو تمن عظمات سريتت طب عايز اشوفهم اكتر وهم مع بعض اهمت اهم دول ايت سريتت بونز عندي زي ما اتفقنا التمانية دول قفلوا على بعض وصنعوا كافتي مميز جدا. طب اتفقنا عند حضرتك بصي لي بقى كده اجزة ايه؟ اجزة بيز الله يكرمك اجزة بيز خدني من تحت بصي لي كده في تحت هتلاقي فيه ايه؟ خرم كبير الخرم الاعظم فاكره كان اسمه ايه؟ ايوه فورا من ماجنم اهو ده لو انا بص من اين؟ من تحت عند حلاك ولو بص من فوق اهو عند حضرتك كان بالنسبة لي اتزا بيز طب لو جينا بصينا بقى كانت على الفيشيال بورت لقينا ايه في الفيشيال بورت؟ فاكر ايوه عندي تو جوز وكان طبعا اللي هو ارجو كان مميز جدا ان هو ايه؟ بيطحي حرك وعندي الفيس بونز زي ما انت شايف والبوزيشن اف ايه؟ اف سينس اورجنس لما اجا اقول لك يا سكال انت كامة عظمة قلت لي توينتي تو بونز طب ومش تمالاتها لا قلت لي بقى توينتي ناين عندي طبعا الصورة دي تعتبر بالنسبة لنا عندي توينتي تو بونز وبكده خلصنا السكال عند حضرتك تعالوا بقى ده كاترة نطلع من السكال ونخش في فاكر القصة ايوه تلاتة وتلاتين فكرة تلاتة وتلاتين فكرة دول ايه قصتهم؟ في خمس مناطق فاكرهم سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة الله يفتح عليك اتفقنا السيفن سيرفيكال انت ما تيجي كده فكرني قصة السيفن سيرفيكال قلنا حجمهم ايه؟ مادرت ليه مادرت يا دكتور؟ قال لي عشان هم عندي ولا اكبار ولا صغرين انهم مش هايلين ايه؟ وزن وحمل عندي زي ما احنا اتفقنا ايه؟ مع بعض ولكن خلي بالك كانهم تلاتة اشكال الله يفتح عليك وكان اول شكل كانت مين؟ رقم واحد الاطلس اهيه؟ طب وبعد الاطلس كان فيه مين؟ ايوه فكرني اللي هي تعتبر اللي هي اهيه؟ ودول كان ايه المميز فيهم؟ بيديك لفة مية وتمانين درجة اللي هي ديت عند حضرتك. ولكن زي ما اتفقنا ان بعد كده الفقرات العنقية دي كلها كان لها شكل مميز جدا ان هم كلهم شبه بعض بالمنظر ايه؟ ده. طيب اتفقنا دول كانوا من واحد لحد سيفن وكلهم ايه؟ شايف؟ يا باشا متمفصلين مفقوقين اهو حدس ولا حرج اهو الدنيا زي الفل. طب واخرج من السيرفيكل السيفن خش على التي تتي الله يفتح عليك السوراسك وقلنا تتي السوراسك عندك ايه المميز فيها؟ الله يكرمك ايوه فكرني تويلف سوراسك فيرتبرا قلنا هنا بقى المرة دي ايه بص المنظر؟ بقيت ايه؟ لارجر صحي كده شاطر واتفقنا مع بعض هنا بيبتدوا منين من رقم تمانية لرقم تسعتاشر وطبعا هنا عندك يعتبر مميز جدا ان هم برضو كانوا طب اخرج بقى من السوراسك وانزل على مين؟ ايوه فكرني ايوه ايوه الله يكرمك اللي هي مين؟ اللامبر وقلنا اللامبر لارجست بص يدخلنا مقلبازة ازاي مقلبازة جدا انت مقلبازة قوي يا لامبر والتفنى هي من عشرين ايوه الاربعة وعشرين وهي اللارجست كانت اكبر حاجة عند حضرتك زي ما انت عارف. ودخلنا بعد كده على مين؟ ايوه الساكرال فكر قصة الساكرال وقلنا الساكرال ده عند حضرتك كانت ايه؟ ايوه بص كده المنظر كانوا خمسة بس الخمسة مميزين كانوا ايه هنا اهو كلهم حاجة واحدة قدامك بيلعبوا هم مع بعض. فيوزد فكر شكيرا الله يمسيها بالخير اي انا اعب بلعب معهاي. فيوزد يا باشا زي ما اتفقنا مع بعض في الحتة دي. طبعا ودول كانوا فيوزد مع البلفيك بونز وخلي بالاكم مكانو فلات وبرود. وجينا بقى على كوكي السغنن بتاعنا اللي هو مين؟ ايوه الكوككس. واتفقنا في الكوككس عند حضرتك او كوكي سيجل زي ما اتفقنا كانوا اربعة صغيرين جدا ودول حجمهم كان صغير. طب تعال بقى فكرني بتاع الفرتبرة عندي حضرتك. تعال فتكر كده ناخد فكرة ونتفرج عليها. اتفقنا اهو. انا كده ايه؟ اهو من قدام. من قدام مين دا من قدام اللي انا بعمل هدوس عليه ده عملي نور وطفي. ايوه. وقلنا في النصف الترانسفيرس بروسيس. بص المنظر اهو الترانسفيرس بروسيس هي الودنتين عند حضرتك. يبقى ثاني اهو. ادي يا مستر بالنسبة لي اهو ادي السينترام زي ما اتفقنا. ومين عالجنبين الترانسفيرس البروسيس وده المكان اللي فيه بيباتل ايه الريبس عند حضرتك بالنسبة لي. طب لما اجا اتكلم معاك بقى في النقطة دي وخلي بالك منها مهمة جدا جدا جدا. قلنا في حاجة اسمها نيورال كانل. فاكر نيورال كانل. ادي نيورال كانل عند حضرتك اهيت. زي ما انت شايفه اخيره يخزوه من تحت اسمه ايه? ايوة. نيورال سباين. ودائما نيورال سباين دايريكتد فين داون وورتز زي ما انت ايه شايف عند حضرتك اهو. طب استنى فين الانتيريور والبستيريور الانتيريور اهي الودنة اللي فوق اهي اهي باين اهي الودنتين اللي فوق. والانتيريور بيتشعبط في الفقرة اللي قبله في البستيريور اللي قبله في مقابل عند حضرتك فين بقى البستيريور اهو بص الودنتين اللي تحت البستيريور بتشعبط فين في الانتيريور اللي بعده. عند حركة وبكده البرتبرال كولوم بيكون خلص عندي وتعالوا بقى نخرج بقى من البرتبرال كولوم والمسي على سفنار سفنار قالت لنا ايه السراسة كيتش الله يكرمك فكرني كده قلنا ان هي ايه سفنار قالت لي انه هي السدر كوني كالشيب الله يكرمك زي الفل ومين من قدام اهتم بالمقدمة يا باشا الله يكرمك مين اللسترنم زي ما انت شايف قاية اللسترنم عظمة السدر او القص لكن مين من وراء ايه اللي وراء ده يا مستر اللي انا مسكه ده من وراء ده البرتبرال كولوم عند حركة سراسة كفرتبرا ايه ده طب بينهم مين بقى ايوة قلنا مين الكيرفيت بون اللي هي اعتبر هانك داون وولز طبعا هو الرب وزي ما انت شايف الرب عند حضرتك بيكون بايت في مين وراء في السنترم وترانسفيرس بروسس طبعا لما اجي بص من قدام اتفقنا ان انا عندي كام بير مكمل لحد اللي سترنم بص معاعد واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر شطورة قمال في مين بقى قصير من قدام واكسة كان مين وصير البر نومبر 11 اهوت والبر نومبر 12 زي ما انت شايفهم مش مكملين عندي وقلنا ده عشان ايه عملية التنفس عند حرك طب استنى كده فكرني فيه كان ايه اهو بص تمانية وتسعة وعشرة كلهم شابطين في رقم كام في سبعة بص السبع اهد لعي السبع عندك اهوت بص المنظر مين شابط في السبع التامن والتاسع والعاشر عند حضرتك وبكده بنكون خلصنا الثراثك كيج ابو سيرتي سيفن بونق سلام واشوفك في اللبوسة وارجعنا لكم يا داكاترا وفي احلى جزء انت بتحبه قوي على قلبك وهو الريكاب تعالى اللم الحصة كده في ايه خمسة بايو نبتدي مع بعض حكاية الدكتور وخمسة بايو احنا بنحكي على ايه بنحكي على اجزالسكيلتون صح كده وحكينا في الاجزالسكيلتون ان هم تمانين عظمة وبالبلة دي هو العظم اللي موجود في النص زي فوق اللسكال سوراس الكيج والفرتبرا الكولوم عندي فتعالى نبتدي بالكصة مع اللسكال اتفقنا ان اللسكال كانت في الاساس اتنين وعشرين عظمة ده كان اتفقنا اتقسموا ازاي هه افتكر معايا كان عندي انتيريور وكان عندي بوستيريور كان عندي من قدام وعندي من ور طب فكرني كده سريعا في الحفظ بتاعي قلنا الانتيريور من قدام اربعتاشر عظمة والبوستيريور اللي وره تمان عظمة فاتفقنا مع بعض الانتيريور ده كان هو مين ايوه الفيشيال وقلنا فيشيال ليه لانه هو كان فيه واحد الفيسبونس اتنين كان فيه عند حضرتك التوجوز وتلاتة ده كان اتفقنا مع بعض طب ومن وراء وراء اه البوستيريور كان هو السريبرال بارد واتفقنا اتفقنا مع بعض عند حضرتك القصة بسيطة وراء في تامن عظمة مشارشارين وهي دي كانت القصة بتاعتنا ان وراء اتسريتبونس دي كانت قصتها ولو جيت خدت الجمجمة ولفتها من تحت هلاقي خرم كبير الخرم الاعظم فورامن ماجنم اني اتزابيز في الاعدة من تحت في ايه فورامن ماجنم خرم كبير دي كانت القصة بتاعتها عند حضرتك طب اتفقنا حاجة تانية الوسكالب 22 بس فوق فيه كام الفوق 29 ليه اصلي مع ال22 في ايه سبع عظمات اللي هما بنقول عليهم الاكسيسوري بونز اللي هما تلاتة يمين تلاتة شمال في الويد والهايد بونز عند حضرتك العظم اللي تحت عندي فكانت الوسكالب زي ما اتفقنا 22 14 قدام 8 وراء الـ 14 اللي قدام في منهم 13 ما بيتحركوش واحد بس بتحرك اللي هو اللي ورجوه من وراء 8 عظمات مش عرشارين دعمين زي سيتشر او غرزة عند حضرتك طب اخرج من الوسكال وينزل معي على الفرتبرال كولو ايه قصة الفرتبرال كولو ما عند حضرتك تعال انا اخدها واحدة واحدة قلنا ان الفرتبرال كولو بتاعي ب33 فقرة ده كان اتفاقنا بس 33 فقرة اتقسموا كم مجموعة 5 مجموعة اش معنا 5 على اساس شكلهم عند حرك بقى فيه عندي 5 مجموعة بسبب الشكل والمكان طب حفظنا قصة فكرني كده الجملة سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة صح سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة تاني سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة واتفقت معك اتفاقات جميلة جدا سبعة بالانجليزي يعني seven seven cervical seven cervical ودي كانت اللي موجودة فين اول سبعة عندي فوق فين في العنق nick region دي اتفاقنا عليه ولما جينا نحسبها من الواحد من الثلاثة وثلاثين قلت لي من كام لكام من v1 ل v7 وهو اتفاقنا كبر ولا صغيرين قالك لا moderate اصلي عليها الاسكال يا مستر تقيلة فقلنا انها moderate عندك طب fused ولا articulate قلنا متموطة مفصلين مفكوكين articulate عندي طب نزلنا تحت على الاثناشر وقلنا tt12 tt سراسك tt بتاعة 12 هي tt بتاعة السراسك وده وده موجود فين في السدر يا مستر وده اكبر مسيحة او الظهر وده عندك موجود في الشيست ريجون وهنا قلنا ايه larger ولا largest larger انا وانا نازل في ضلوع في حملة بس مش اكبر حاجة فقلنا عليه larger واتفقنا مع بعض من كم لكم من في كم عد بعد السبعة تمانية لتسعتاشر عنده حركة برضو articulating فده articulating وده articulating طب استنى انزل على خمسة خمس في وشي اول خمسة اول خمسة عندي عند حضرتك lumber largest فالخمسة دي lumber اكبر فقرة او largest فين في القطنية او البطن الابدومن عند حضرتك بالنسبالي ودي برضو بتكون largest اكبر فقرة عند حضرتك وبرضو بتكون articulating وده اتفاقنا وانا نازل في العدد بيزيد ويه الحجم بيزيد لكن لما تيجي تخمس للمرة التانية لا او انت تقط خمس في وشي اه بخمس في وشي الخمسة التانية ضم صوابعك الخمسة دي ايه فيوزد وفلات وبرود مين دول السكرم الخمسة دي السكرم عند حضرتك ودول ايه بقى موجودين في الحود البلوك ريجو ودول فيوزد وفلات زي ما اتفقنا مع بعض بالنسبة لي ودول بقى ايه بالنسبة لي فيوزد ولو هنزل على كوكو السغنن اللي هنا كوكي اللي حطت جيل كوكي السغنن ده فرفور يا مستر اللي اربعة دول الكوكيكس عندي ساعتك ودول اتفاقنا يعتبروا اد اند وسمول عندي دي كان في القصة بتاعك وبرضو فيوزد عند حلب فبالتالي الثلاثة وتلاتين فاقرة بقوا كام عظمة ستة وعشرين عظمة وهو ده كان الفرتبرا طبعا اتكلمنا ان الفرتبرا فيها ايه كورفيتشورز انحناات فور كورفز اني دايما انتيريور السيرفايكل بوستيريور السوراثك اللمبر انتيريور البلوك او يعتبر الساكرم بوستيريور عند حلب كلام جميل طب وخدنا ايه تاني خدنا الثوراثك والرهولي ايه قصة السوراثك عند حضرتك قلنا ان الثوراثك كونيك الانشيب وده بسبب دولوها الكورفيت والقصة ايه مين وراء مين قدام ومين لافف بينهم قلتلي من قدام فيه مين عظمة السدر البريست بون ودي عظمة واحدة ومين عند حضرتك من وراء الثوراثك فيرتبرا ودول كام اتناشر فقدي اتناشر وقدي واحد ومين لافف بينهم ايوه وهم اتناشر زوج اه سوري اتناشر زوج من دولوها واربعة وعشرين عند القصة كان ببسيطة عظمة السدر من قدام فلات وبرود واخرها واخرها ارقوشة كارتليج منسهاش ومن وراء الفقرات عارفين السوراسك فيرتبرا اللي ايه اللي عندك السنترم بترانسفيرسي بروسس مسكين في الرب من وراء ده كانت الفكرة بتاعتها طب والرب بقى نفسه الدلع ده عبر عنه كورفت بون عظمة منحنية وده اتفاقنا فيها اتفاق مهم جدا ان القصة كلقات ان من قدام عظمة السدر اللي سترنم العريض اللي اخره الارقوشة بتاعتي الكارتس من وراء اتناشر سوراسك فيرتبرا بالسنترم والترانسفيرس بروسس طب والرب قالك الاتناشر زوج الدلوع كلها تم مسكة من وراء مسكة من وراء بايه بالسوراسك فيرتبرا طب من قدام هل كل الاتناشر زوج او الاربعة عشرين مسكين من قدام قالك لا عشرين بس من قدام من قدام اه من قدام عشرين بس من قدام عند حضرتك ده اتفاقنا كملوا لهم العشر ازواق ان كانتروا او فوس طب واخر ضلعين الحداشر واتناشر قالك لا يا باشا اخر اتنين او اخر اربع ضلوع للاسف فلوتنج وصير يا واكسة فلوتنج عائم لانه ماينفعش يكمل اهو ماينفعش يكمل زي ما قلنا عشان عملية التنفس يبقى القصة كان بسيطة في السوراس كيتجين تلعبت معايا على لعبة بسيطة جدا هي ان هو من قدام عندي عظمة السدر السترنم الفلات البرود عندك من وراء عندي الاثنشر صوراسك اللي فيهم السنترم والترانسفيرس والرب بينهم هما الاثنين من وراء ماسك في الترانسفيرس والسنترم ومن قدام كله ماسك من قدام قالك لا يا باشا اول عشرين ضلع او اول عشر ازوايق كملوا معايا واباتوا في السترنم لكن اخر زوجين او الارباع الاخرين القصيرين اللي فلوتين ربس مفروض التوتل كام التوتل سبعة وتلاتين عضب بس التركة بقى هنا لما اجي احسب التوتل ازاي جبت التمانين افاهم ساعة بص كده ركز كده معايا لحظة حضرتك كالآتي اللي سكال بمجتملاتها خلي بالك من النقطة دي مهمة جدي تعتبر عندي اتنين وعشرين ولو هزود الاكسيسوري هيبقى ازود سبعة يبقى التوتل كده كام تسعة وعشرين ولو هنقول فيرتبرال كولوم ها كام قال لي ستة وعشرين في السورة الكيتش خلي باكبقى من التركة دي قوي ما تقول ش سبعة وتلاتين اش معنى اقول اول حاجة هحسب الاسترن وهحسب الربس طب احسب السورة كيتش لا 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 ليه ما انت حاطتهم سورة كفرتبرا حاطتها هنا ما تعيدهاش تاني يبقى ما ينفعش حط فقرات ليه هقول يعتبر القفص الصدري سترن من قدام واربعة وعشرين درع وفقرات ما انت حسبها فوق فيبقى كده كام خمسة وعشرين يبقى خلي بالك لو هقول سورة الكيتش الواحد وبرى الفرتبر الكولوم هقول سبعة وتلاتين على اساس ان عشان تقفل القفص كله قدام وورا يبقى لازم تحسب فقرات الضهر لكن لو هقول فرتبر الكولوم يعني كل الفقرات عندي كده كده حسبها محسباش تاني يبقى بالتالي 29 و 26 و 25 ما التوتل كده كامي 80 عضا وهي دي فكرة يعتبر الركاب بتاعنا يارب تكون بسط لك الدنيا بالتوفيق واشوفك في حلقة جديدة